بعد لما افتكرت انا وانت طريق جده في توزيع الالكترونز واخدنا الطريقة الجديدة اللي هي طريقة احب كان لازم نطبق على الكلام ده بهمورك لسون فور شابتر وان ولو انت ما تعرفش هو مين طريق جده ومين طريق احب فانت محتاج تتفرج على شرح لسون فور شابتر وان الشرح بيكون موجود فين يا مستر؟ بيكون موجود عندنا على الويب سايت اشترك ازاي في الويب سايت؟ بص على الديسكريبشن هتلاقي فيديو فيه شرح ازاي تشترك معنا في الويب سايت بس نصيحتي ليك حبيب قلبي ما تتفرجش على الفيديو بتاع الهومورك من غير ما تشوف الفيديو بتاع الشرح نسمي الله حبيب قلبي ونصلي على حبيبنا المصطفى الله ما صلي وسلم على سيدنا محمد نروح بقى نشوف الهومورك بتاع دستريبيوتينج الالكترونز ده وازاي هنوزع الالكترونز بالطريقة الجديدة بتاعتنا طريقة احب وايو عا تنسى ان احب ديها يا بتورمز لثلت حاجات الاي آف بوو اللي هو البيلدينج البرينسفل الاتش هونز وإيو عا تنسى ان البي كنا مسمينهم اسماء كده أف بو ده كنا بنقول ان هو واحدة واحدة انما هونز يا مستر اللي هو الراجل اللي شبدأي لا يا عام يسيبني الواحدي وبي بوولي كنا دايما عكس بعض حيلا طيب يا مستر عايز افتكر معاك أف بو اف بو كان بيقول ايه كان بيقول إن الإلكترونز بتاعتنا بتروح للساب ليفلز اللي عندها إنرجي أقل للأول بعد كده تبدأ تروح للساب ليفلز اللي عندها إنرجي أعلى حلو كنا بنبدأ من الأقل للإيه؟ للأعلى وساعتها كنا عندنا حاجة اسمها باكس وقسمناهم سبعة باكس عشان سبعة إنرجي ليفل كنا بدأنا الباك الأولانية S تمام؟ ودي ما كانش ليها لازمة عندنا الباك الجديدة كنا بنزود الساب ليفل اللي بعد الS اللي هو بيه برضو ببدأ S وهنا يبقى بيه اوعى تنسى إن كل اتنين باكس كانوا بيكونوا متشابهين فدي S B اللي بعدها يكون S B طيب بعد كده يا مستر اللي اتنين باكس اللي جايين يكونوا متشابهين هزود ساب ليفل جديد كان اسمه D صح؟ فينزل بعد الS فكان يبقى S DB اللي بعدها شبهها يبقى S DB آخر اتنين باكس لازم يكونوا شبه بعض يا مستر فكنا بنقول طب بس استنى أنا عايزة زود ساب ليفل جديد اللي هو كان F ينزل بعد الS على طول يبقى S F DB S F DB أنا بقى رجعها لك كده ايه بسرعة بس أنا شرحتها لك بالتفصيل الممل في الفيديو الS كان بيبدأ يا مستر من 1 فبعد كده الS اللي بعده يبقى طو الB نفس رقم الS فلو هنا طو يبقى طو الS 3 يبقى الB 3 الS 4 يبقى الB 4 الS 5 يبقى الB 5 الS 6 يبقى الB 6 هنا الS 7 يبقى الB 7 نروح للD الD كان بيبقى أقل برقم فانا لو 4S يعني بيكون أقل برقم من الS فكننا بنبقى 3D 5S يبقى 4D 6S يبقى يا مستر 5D و7S يبقى 6D طب بالنسبة للF أقل رقمين فكان يبقى 4F وبعد كده هنا يا مستر 5F طب كان هونس بتاعنا كان بيقول ايه هونس كان بيقول يا مستر إن إلكترون مفيش عملية بيرنج بندخل سنجل إلكترونز القوض الأول نملاها بعد كده تبدأ عملية البيرنج بس باولي كان بيقول مفيش اتنين إلكترون جوه نفس الأتم عندهم نفس الفور كوانتم نمبر كنا دايما عكس بعض على الأقل لو فرقم واحد خلي بالك عشان ايه وإحنا بنحل دلوقتي السؤال ده مع بعض إن الأوربيتال بتاع السابليبل ليه نفس الأنرجي بتاعت السابليبل الكلام ده كنا قلناه في lesson 3 يعني مثلا دي الأوربيتال بتاعت الS ودي الأوربيتال بتاعت التو بي فالأوربيتال بتاعت ال1S ليه نفس الأنرجي بتاعت السابليبل والأوربيتال بتاعت التو اس ليه نفس الأنرجي بتاعت التو اس والتلاتة أوربيتال بتاعت تو بي التلاتة عندهم نفس الأنرجي بتاعت التو بي فبالتالي أنا ممكن وأنا بتكلم عن تلاقييني بس تعمل كلمة أوربيتال بدل كلمة سابليبل هي هي لما أجي أقول لك والله إن الأوربيتال بتاعت ال1S عنده أنرجي أقل من الأوربيتال بتاعت التو اس ما صح؟ الأوربيتال بتاعت التو اس عنده انرجي اقل من التلاتة اوربيتال بتوع السري او التوبي صح يا مصد؟ طب تعالى نشوف مين في الكلام ده؟ طبع البيلدنج او برينسبل اللي هي افو اول حاجة صعب نعرف اللي عندنا زي مثلا البروتونز او النيوترونز هما مش ماشيين بسرعة ماشيين بسرعة فالحوار ده كان بيكون صعب بس ده مصدر مش عندنا في البيلدنج اوب ده كان عنده ومين وهيزن بيرج لما كنا بنقول اه مش متأكد ايه بقى قولي برو بابلي صح؟ يبقى الكلام ده مش تابعي اللي بعده زي الالكترون اوكيباي زي اوربيتال والزي لوار انرجي فرست الالكترونز بتروح للاربيتالز اللي عندها انرجي قليلة الاول صح؟ يا مصدر مش المفروض نقول سابليبل ما انا لسه اقيل لك بقى ان كلمة سابليبل زي زي كلمة اوربيتال احنا بنملى السابليبل الاقل في الانرجي الاول معنى ايه الكلام ده؟ معناها ان احنا بنملى الاربيتالز اللي اقل في الانرجي الاول هم هم نفس الفكر يبقى الكلام ده صح؟ طبع مين؟ البيلدنج اوب مش كنا بنقول بنملى الاقل في الاعلى اللي بعده زي اوربيتال كونتين موصلي تو الكترون في اغلب الاحيان الاربيتالز بيكون فيها اتنين الكترون ملوش اي علاقة مستر بالبيلدنج اوب البيلدنج اوب برينسبل بتتكلم على ان احنا بنملى من الاقل المين? للاعلى. طب اللي بعدها. تعال اشرح لك الكلام ده. بيقول لك ان الالكترونز بتخش مسلا على الايكوالي اوربيتالز. دي ايكوالي اوربيتالز. التو بي مش التلاتة كلهم عندهم نفس الانرجي. فبيقول لك الالكترون. بتبدأ تدخل الاوربيتال ده. وده الاول. وده بعد كده بعد كده تبدأ تعمل عملية الكلام ده صح? ايوة مستر الكلام ده صح? بس الكلام ده مش في ده عند مين? عند الحاج ايه? هونز. هل دي نفس الكلام اللي المستر قاله? ايوة. اللي انا قلت لك هو هو ده معناه ان احنا بتخش يعني يعني بتاعت نفس السابليبل. بندخلهم الاول سنجل. بندخلهم الاول سنجل قبل ما نعمل بيرنج. فالكلام ده حقيقي صح? بس هو مالوش علاقة باف بو. هو ليه علاقة بمين? بهونس. وانا بدور على البيلدنج اب يعني بدور على اف بو. سؤال بعد كده حباب قال بي نومبر تو. بس قبل ما نبدأ في السؤال عندك علامة ايكوال هنا. عايزك تبدلها وتحط لي مورزان. وعلامة ايكوال هنا شلها وحط مورزان. يعني شايف اللي بالاحمر ده اهو. عدلهم عندك في الكتاب. في كتب متعدل فيها وفي كتب مش متعدل فيها. فلو انت مش متعدل وعندك مكان العلامات دي ايكوال شلها. لو انت عندك مورزان ولزان سبها زي ما هي. طيب تعال نشوف السؤال بيقولي. بيقولي. مين يا مستر? في السبليبل دي مترتبة يعني من الصغير للكبير على حسب الانجي. عشان احسب انا وانت حبيب قلبي الانجي فكنا بنحسبها من رول اسمها الن بلاس ال. الان ده هو الرقم اللي قبل السبليبل اللي هو الرقم اللي بنقول عليه البرينسبالليبل اللي قبل السبليبل. والل ده انا وانت عارفين اس دي دي اف واخر مرة هكتبهم. زيرو وان تو سري. فلو انا وانت عايزين نحسب الانجي بتاعت الفور دي. فالن بكام? بالرقم اللي قابلي فور. والدي الال بتاعتها بكام? بتو يا مستر. يبقى هنا عندي فور بلاس تو. فور بلاس تو تطلع معي ستة. اللي بعده يا مستر فايف بي عشان احسب تبقى فايف الرقم اللي قابلي بلاس الال بتاعت بون يبقى برضو ستة. فور اف يا مستر ففور بلاس سري تطلع معي بسبعة. طيب يا مستر اللي احنا شايفينه دلوقتي ان انا عندي ستة وستة. فحالة ان الان بلاس الال طلعت السيم فاليو فبنوع عليها مالهة فشلت يا مستر. سقطت سقطت هنعمل ايه? فبنلجأ للان الوحدة. يعني بروح اشوف الان اللي عنده ان وليلة هو اللي يكون اقل في الانرجي. اللي عنده ان كبيرة يبقى هو الاكبر في الانرجي. فبص هنا الان فور وهنا الان فايف. يبقى معنى كده مستر ان الفور اقل من مين? اقل من الفايف. يبقى الفور دي عنده انرجي اقل من الفايف بي. والفايف بي عنده انرجي اقل من الفور اف. يبقى الترتيبة المفروض تكون بالمنظر ده. هل ده صح? لا انا عندي العلامات العكس بقول ان الفور دي عنده انرجي اعلى من الفايف بي والكلام ده مش صح وبقول ان الفايف بي عنده انرجي اعلى من الفور اف وده برضو مش صح لو ما فهمتش دي ركز في اللي جنبها تعال نحسبها هنا بقى بره عايز احسب الانرجي بتاعت فالن بسري والل بون تطلع معي بفور عايز احسب الانرجي بتاعت فهتبقى الان فور والل بتاعت الاس زيرو تطلع بفور عايز احسب بالسري دي يا مستر. فالسري دي الان بسري والل بتوق تطلع معايا بفاير. عندي الان بلاس الال فشلت برضو يا مستر عشان في رقمين تساوي فور وفور. في حالة ان الان بلاس الال فشلت بلجأ للان الوحدة. فمين عنده ان اقل السري ولا الفور السري. يا معنى كده ان السري بي هيكون عنده انرجي اقل من الفور اس. والفور اس عنده انرجي اقل من السري دي. يبقى الترتيبة كده. اقل واحد في الانرجي سري بي واعلى واحد سري دي. هل الكلام ده حصل قدامي? حصل. يبقى الاجابة الصح يا بي. تعال نجرب احنا هناك اخر واحدة وانت تبقى تجرب الاخيرة دي لوحدك في البيت. يلا نحسب يا مستر. الان فور والال وون تطلع فور اس يا مستر الان فور والال زيرو تطلع فور سري دي يا مستر سري بلاس تو فتطلع معنا بكم? تطلع معنا بفايف. يبقى يا مستر انا عندي فايف وفور وفايف. يبقى مين اقل واحد في الانرجي? الفور صح? بس انا عندي الان بلاس الال تساوت. فاول حالة واخر حالة. هعمل ايه? اشوف اللي عنده ان اقل. مين اللي عنده ان اقل? سري دي. يبقى سري دي يا مستر اقل من الفور بي. يبقى اقل واحد هو الفور اس. بعده سري دي بعده فور بي. يبقى فور اس اقل واحد. ييجي بعده يا مستر السري دي ويجي بعده الفور بي. طب ليه يا مستر? عشان الفور بي. الان اكبر من السري دي. يبقى دي الترتيبة الصح? هل دي موجودة قدامك? لا يا يا مستر الترتيبة غلط ده انا بقول ان الفور اس اعلى من السري دي الكلام ده مش صح يبقى اجرب انت بقى في الاخيرة ويبقى الاجابة الوحيدة اللي صحة عندنا هي الاجابة مين هي الاجابة بي سؤال بعده which is easier losing an electron from سري دي ولا فور اس اخسر الكترون منين اسهل من السري دي ولا من الفور اس السري دي والفور اس هم احنا يا مستر بنخسر الالكترون from a farthest sub level from the nucleus البعيد يا مستر مين ابعد الفور اس ولا السري دي لا يا مستر الفور اس ابعد عن السري دي يبقى الاسهل ان انا اخسر من الفور اس بعد كده يا مستر ابقى اخسر من السري دي يبقى فور اس is more easy صح as it closer to the nucleus هو اقرب للنيوكليس من السري دي الراجل اللي اسمه فور اس اقرب لا غلط يعني الجزء ده صح بس الجزء ده غلط فور اس is less easy يعني صعب لا هو مش صعب فور اس is more easy اسهل صح as it farther from the nucleus than السري دي عشان الفور اس ابعد عن النيوكليس من السري دي ايوة مستر الاسبلينيشن اللي موجود هنا ده صح يبقى الاجابة الصحة يا سي طب دي بيقول لك فور اس is less easy يعني اقل في السهولة لا غلط يا مستر هو more easy مش less easy يبقى الاجابة الصحة الوحيدة هي الاجابة سي وانا كاتب لك انت لازم تكون عارف وحافظ اول عشرين الهايدجين على الليسيوم على الهيليوم على الصوديوم لحد الكالسيوم اللي هو بعشرين لازم تكون عارفهم عشان وارد ما اقولكش يعني وارد ان انا ما اقولكش ان الان بسبن فلو انت متعرفش ان الان بسبن فانت مش تعرف تحل السؤال ده وانا عايز اعرف اخر الالكترون عند النايترجين الكوانتوم نومبرز بتوقه يعني حضراك لازم تعمل فلازم تبع عارف ان هما سبع الالكترون عشان توزعهم هوزع حاجة ازاي انا مش عارف عددها يا مستر ما انا مش ساحر فهبدأ بالوان اس والاس بيتميلي بكام بتو واروح للتو اس يتميلي بكام بتو كده معايا اربعة بقى كام بقى تلاتة يبقى اللي بعدهم التو بي ياخد كام ياخد سري انا عايز الفور كوانتوم نومبرز بتاعت اخر الالكترون كده كده اخر الالكترون ده هيكون موجود فين هيكون موجود في التو بي بس يا طرق يا مستر اني واحد عشان انا عندي كام تلاتة الالكترونز جميل جميل يا مستر انا عندي اتنين كوانتوم نومبر كده كده بجيبهم من غير رسم اللي هما الان والال الان يا مستر الرقم اللي قابل بتو والال بتاعت البي بواحد عشان اجيب بقى مستر مل ومس لازم ارسم لازم ارسم الاربتالز بتاعت التو بي يلا يا مستر ايدك على كدف يون نرسم يا مستر ادي الاربتالز بتاعت ال بي كام اربيتال تلاتة تعرف تجيب الام ال طبعا يا مستر من نيجاتف ال 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 يعني نيجاتف وان زيرو تلاتة وزي يا عم التلاتة واحد اتنين تلاتة هو اخر الالكترون انت حطه بيدك يبقى اللي هو موجود هنا طيب الام ال بتاعته بكام بصص فوق ولا تحت لقى مستر بصص فوق يبقى بصصف هاب يبقى ان باتنين صح اللي بواحد صح م اللي بصصف وان صح م اس بصصف هاب صح يبقى الاجابة الصح اللي كاملة هي الاجابة ايه وخب بالك ان انا بقول طب خد اللي بعدها انا عايز بتاعت الالكترون اللي عنده هايست انرجي هايست انرجي دي يا مستر بتبقى مين بتبقى اخر واحد انت بترسمه او بتكتبه طيب تعالى نعمل الالكترونيك 컨فيجريشن للفناديا ما بتوينتي سري يلا يا مستر اللي بعده ياخد ستة ياخد هم كلهم ليه عشان انا لسه عندي كام كده عشرة بعد كده سري اس ياخد sentence سري بي ياخد الستة كده تمنتاشر بعد كده فور اس ياخد اتنين كده عشرين باقي معايا كام تلاتة اللي بعد كده سري دي ياخد اسري نفس الفكرة بالزبط أنا عايز الالكترون الهيست في الانجي مين الهيست في الانجي يا مستر الالكترونز اللي في الوان اس ولا اللي في السري دي يا مستر احنا بنملى من الاقل في الانجي للاعلى في الانجي يعني الاعلى في الانجي هو اخر سبليفل يبقى الالكترون اللي موجود جوه السري دي بس اني واحد من التلاتة لازم ترسم عشان تعرف بس قبل لما ترسم فيه اتنين كوانتم نمبر كده كده بيجوا من غير رسم اللي هما ال-N وال-L ال-N الرقم اللي قابلي سري وال-L أنا مين دي يبقى ال-L بتو بقيلي حبيب قلبي M-L و-M-S يا مستر ودول عشان تجيبهم لازم ترسم الأوربيتالز بتاعة ال-D ايه دي الأوربيتالز خمسة ها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ابدأ حطيلي ال-M-L اول حاجة ال-M-L تبدأ من نيجاتف ال-L لحد يا مستر بوستف ال-L يعني من نيجاتف تو لبوستف تو حطيلي التلاتة الالكترون بتوع سعادتك ادي واحد اتنين تلاتة مين يا مستر الالكترون اللي عنده هايست انجي اخر الالكترون رسمته اللي هو هنا يبقى ال-M-L بتاعته بكام بزيرو بصص فوق ولا تحت بصص فوق يا مستر يبقى ال-M-S بوستف ها يبقى ال-M-S بوستف ها يبقى ال-M-S بوستف ها يبقى الاجابة الصحية برضو الاجابة ايه خلي بالك انا ممكن استبعد الاتنين دول من قبل لما حل ليه عشان كده كده انا عارف ان ال-N بسري وال-L بكام وال-L بتو فانا استبعد سي و دي اصلا طب هنا دي صح 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 بس ال-M-S ايه نيجاتف هاب لا هي بوستف هاب مش نيجاتف سؤال اللي بعده عايز الالكترون التسعتاشر في الكروميوم فانا وانت هنمشي لحد ده ما نوصل للتسعتاشر ده نشوفها نلاقي فيه فانبدأ مع بعض one is two two is two two b four والا two b six كده عشرة three is two اتناشر three b six تمنتاشر انا عربت انا عربت على مين على التسعتاشر انا في التمنتاشر يا مستر يعني خلاص اهو مين يجي بعد كده four is two كده انا بقيب بكام كده انا بقيب بعشرين طب كمل عشان هم 24 يا مستر فيبقى عندي three d كام three d four لا استنى يا مستر استنى لا يا جوز ما ينفعش ما ينفعش يا مستر سري دي فور مش في الكامستري كنت بتقول لي ايه اسرق اسرق يا مستر بنسرق الكترون من الاس نوات دي فيبقى عندنا يا مستر سري دي فايف والفور اس تبقى فور اس كام فور اس وان كده انا كتبت الالكترونيك كونفيجريشن عشان اوصل للالكترون التسعتاشر يبدأ عد بقى يعني كده اتنين اربعة ادي كده عشرة كده دول عشرة اتناشر لسه يا مستر تمنتاشر يبقى دول كده كام تمنتاشر انا عايز الالكترون اللي جاي يعني الالكترون اللي جاي فور اس وان فور اس وان ده هو ده الالكترون رقم كام رقم تسعتاشر هو ده اللي انا عايز اجيبله الكوانتوم نمبر طيب يا مستر في اتنين كوانتوم نمبر يجوا من غير رسم الان ول ال Bran الرقم اللي قابلي والالل بتاعت الاس بزيرو طب بعدين عايز اجيد بقى الامل والامس لازم ارسم فرسم الأوربيتال بتاع الاس هاتلي الامل مستر طالما الال بزيرو يبقى الامل بزيرو عندي إلكترون واحد هيكون بصص لفوق يبقى مل زيرو ومس يا مستر بوستف هاف يبقى انفور يبقى دول غلط انفور صح ال زيرو صح ال وان غلط مل زيرو صح مس بوستف هاف صح يبقى الإجابة الصحة يكون الإجابة سي عايز الامبير الالكترون والمستر قال لي ان الامبير الالكترون بتكون برضو موجودة في آخر فانا هوزع الالكترون بتاعة الجاليوم والحد ماوصل للآخر يلا نبدأ كده عشر كده 18 كده 20 لسه بدري كده 30 خلاص يا مستر بقى كم بقى واحد بعد بيجي فور بي فور بي كم يا مستر قال لي ما هو بقى واحد يبقى فور بي كم الامبير دي الالكترون بتكون موجودة عندنا فين في آخر حلو عندي كم الالكترون هو واحد قصة يا مستر بس مش مشكلة فيه اتنين هيجوا من غير رسم انه ال 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 بكام وال ال ال بكام عشان اجيب بقى ال ال والم اس لازم نرسم ارسم بتاعة ال بي اهم حطيلي ال ال من نيجاتف ال ال لحد بوسطف ال ال الكترون واحد يبقى موجود هنا يبقى ال ال يا مستر نيجاتف وان والم اس بوسطف هاب يبقى احنا فور صح زيرو غلط فور صح وال ال وان صح ام ال ال نيجاتف وان والم اس بوسطف هاب يبقى الاجابة هتكون سي خلي بالك ان اغلب الاسئلة هتدور حوالين نفس قصة الكوانتم نمبر زي سؤال بعد كده بيقول لي عايز في دول اللي يكون عنده اعلى مستر هي الانرجي بتتحسب ازاي مستر في حالة فالن اول رقم والال تاني رقم طب انت متأكد ايوة احنا عارفين فاول رقم اللي بعده فانا هاجمع اول رقمين اول رقمين لما جمعتهم هنا اول رقمين لما جمعتهم هنا اول رقمين لما جمعتهم سيكس. هنا اول رقمين لما جمعتهم فايف. فكلهم فايف معادة واحد بس ستة. بس ستة ده هو الهايستين. انا اجرب الاجابة بي. اللي بعده. what is the number of the electrons which have the principle quantum number. ان بتساوي 4. انزا بتاسيام اتم اللي هي كين وانتي. مين الالكترونز اللي عنده الان بفور. طب وانت عشان تعرف مين اللي عنده الان بفور. لازم تعمل الالكترونيك كونفجريشن. يبقى انا مستر هعمل الالكترونيك للتسعتاشر دول. واشوف كام واحد هتبقى الان بتاعته بفور. فان اس تو. تو اس تو. تو بي سيكس. سري اس تو. سري بي سيكس. كده تمنتاشر. بقى واحد يبقى فور اس كام. فور اس وان. يبقى انت عندك اخر واحد ده. الان بتاعته بكام? الان بتاعته بفور. انا بسأل بقى كام الالكترون الان بتاعته بفور. يعني مستر الفور اس اصلا ما فوش غير الالكترون واحد. يبقى معنى كده ان انا ما عنديش غير الالكترون واحد اللي هتكون الان بتاعته بفور. طب نفترض ان انا كنت باتكلم على الكالسيوم ابو عشرين. فساعتها كانتها تبقى فور اس تو صح? يبقى انا كده عندي كم الكترون هنا? اتنين. الاتنين الكترون دول الان بتاعتهم بكام? بفور. يعني انا لو رسمت الاتنين الكترون اللي هنا هم. انا رسم مين هنا? انا رسم الفور اس. كم الكترون? اتنين. فلو انا جبت الان للالكترون الاولاني بفور. طب لو جبت الان للالكترون التاني برضو فور. فو بيسألك كام إلكترون في حالة البوتاسيوم الإن بتاعته بفور. هو ما كانش عندي غير إلكترون واحد بس في الفور اس طب مثلا مثلا لو أنا بتكلم معاك على الكريبتون أبو سيرتي سيكس فبعد فور اس إنت كنت تحط فور اس 2 3D10 وبعد كده فور بي 6. ف أنا عندي إلكترونز هنا الإن بتاعتها بفور وعندي إلكترونز هنا الإن بتاعتها بكام بفور. كام إلكترون موجود هنا؟ اتنين. وكام إلكترون موجود هنا ستة. يبني كده يا مستر عندي اتنين وستة فانا عندي تمانية إلكترونز. التمانية إلكترونز دول لو جبت لهم الكوانتوم نمبرز هيطلعوا الان بتاعتهم بفور. ماشي? اللي بعده the opposite table represent the quantum numbers أو the number of إلكترونز. مش the quantum number. number of إلكترونز. عدد الإلكترونز. اللي موجودة في البرينسبال. energy level بتاعت an atom. في الانرجي ليفل الأساسية. in its ground state. what is the number of the electrons which have the sub-direct quantum number L بواحد. عايز عرف عدد الإلكترونز اللي ممكن L بتاعتها تكون بواحد. طيب يا مستر عشان أعرف الموضوع ده لازم أكتب electronic configuration. طيب أكتب electronic configuration إزاي وأنا معايش عدد الإلكترونز. يبني ما أنا بديك عدد الإلكترونز هنا بس في الانرجي ليفل. يعني بقول لك الأول فيه اتنين تمانية تمانية واتنين يعني عدد الإلكترونز عشرين. تعرف تكتب electronic configuration لما نكون بعشرين حل. هبقى one is two two is two two b six three is two three b six four is two كده عشرين صح؟ هو بيقول لك بقى كام إلكترون ممكن تكون L بوان. هي L بوان دي قصدو أنهي sub level البي. يعني من الآخر كده عندك كام إلكترون موجودين في البي. عندي كام إلكترون موجودين في البي يا مستر؟ أنهي بي. لا أنا قلت بي بس محددتش أنا بي. فشوف كل البيهات اللي عندك. بي 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 بي. ادي بي يا مستر. بي بي بي. ادي بي يا مستر. بي بي بي. مفيش بي تاني. يبني عندي كام بي؟ عندي اتنين بي. اللي اتنين بي اللي موجودين. ده في ستة وده في ستة. يعني معنى كده إن الإلكترونز اللي تكون موجودة في البي هم 12 عرفت منين إن إنت أصدك على البي ماه أنا بقولك الإل بواحد فطالما إل واحد يبقى بتتكلم على أنهي سب ليفل بي طيب لو مثلا بقولك أنا عايز أعرف عدد الإلكترونز اللي ممكن يكون الكوانتوم نمبرز بتاعهم بتو يعني الإلكترونز اللي هتكون موجودة في تاني إنرجي ليفل مين الإلكترونز اللي يكونوا بتو قال يا مستر يبقى أنت هتشوف أي حد مكتوب قبله وتو وتحطه في الدايرة بتاعته. يلا مستر. هنا في تو. حطي الده. وهنا في تو. حطي الده. طب ده سري سري سري. يبقى دول كلهم مش معاني. يبقى الالكترونز اللي ممكن الان تكون بتاعتها بتو. ادي دي تو ودي دي تو. يبقى معنا كامستر ادي اتنين ودي ستة. يبقوا كام الكترون? تماني. يبقى انا عندي تمانية الكترونز هيكونوا موجودين في تاني انرجي ليبل. اللي هم هيبقوا متوزعين على التو اس وعلى اتو بي. طي. سؤال اللي بعده. what is the number of the orbital which are completely filled with electron in an element whose atomic number 16. عايز يعرف عدد الاربتال اللي هكون ممليه على اخرها. فحالة ان الاتوميك number ب16. لازم تعمل electronic configuration برد. فهنوزع الستاشر. وان اس تو. تو اس تو. ادي كده اربعة. تو بي سكس. ادي كده عشرة. سري اس تو. اتناشر. اتناشر يبقى باي كام اربعة. يبقى سري بي ياخد كام فور. طالما انا باملى في سري بي يبقى كل اللي قابله كل اللي هنا كل قابل اخر سب ليبل بيكونوا زي الانرجي ليبل. طالما انت بتملى في الانرجي ليبل الرابع يبقى كل اللي قابله فاحنا قلنا طالما انا باملى في مسلا ان الاسمه سري بي يبقى كل اللي قابله مملي. يعني الأوربيتال اللي عند الإس مملي على آخره والإس هنا مملي على آخره والبي اللي هنا كلهم ممليين على آخره والإس اللي هنا مملي على آخره فأنا بسألك بقى حدد الأوربيتال اللي مملي على آخره فالإس يا مستر عنده أوربيتال واحد والأوربيتال ده أكيد مملي والإس برضه عنده أوربيتال واحد وأكيد مملي التو بي عنده تلاتة أوربيتال وأكيد اتملو السري اس يا مستر عنده أوربتال واحد وأكيد اتملت فعدد الأوربتالز كده اللي اتملت لحد الوقتي هما واحد وواحد قدي اتنين وتلاتة قدي خمسة قدي ست ستة أوربتالز طب روح بقى عشان تعرف السري بي ده اللي هنا سري بي فور ده هل في أوربتالز اتملت ولا لسه في ناس فاضية فلازم ترسمه فلما تروح ترسم سري بي فور هترسم البي والبي كام تلاتة واحد اتنين تلاتة حبيب قلبي لسه يا مستر أنا عايز إلكترون كمان اللي هو يبقى الرابع قادي أربعة إلكترون استنى هو مش كده الأوربيتال اللي موجود هنا ده من التلاتة بقى كومبليتلي فيل تلات قوة فيه قودة منهم اتملت خلاص يبقى أنا عندي الأوربيتال اللي هنا كمان يا مستر مملي على آخره يبقى التلاتة أوربيتال دول فيه منهم واحد بس مملي يبقى يا مستر هزود على الأرقام اللي عندي واحد يعني هزود على الستة واحد يطلعوا كام أوربيتال سبعة يبقى عدد الأوربيتالز اللي ممليه على آخرة هنا هم كام سبعة مش السؤال اللي بعد بيقول لي مين في الأرقام دي هتلاقي أنه هم أخدين تمانية أوربيتال بس طبع عشان أحيل لازم تكتب بتاع الأرقام اللي قدام فابدأ بالتمانية تمانية دي معناها يا مستر وان اس تو والتو اس بتو هدي كده أربعة بقى يكام بقى أربعة يبقى تو بي كام فور الرسم بقى معلش كده أنا عندي هنا ده في اتنين عندي هنا ده في اتنين عندي هنا ده في واحد اتنين تلاتة أربعة يبقى أنا كده مستر عدد الأوربيتالز اللي استعملتها أنا مقولتش كومبليت فيه ده أنا قلت استعملتهم يعني فيهم الكترونز أنا استعملت واحد اتنين وهنا استعملت تلاتة. يبقى هنا مستعمل خمسة. مش بقول لك كلمة او او يعني دخلوا. بس ما قلتش ان هو يكون فانا هحسب اللي اتنين دول معايا. يعني ده وده 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 ماشي. وده بس انا استعملت دي. طالما استعملتها عدها. يعني طالما ما قلتش ان هي ممليها عدها. فالتوتال خمسة. بس انا بدور على تمانية فبالتالي الاجابة دي غلط. اربعتاشر يا مستر. وان اس تو. تو اس تو. تو بي سيكس. كده عشرة. سري اس تو. ادي كده اتناشر. بقى اتنين. يبقى سري بي كام سري بي تو. ارسم يا مستر. او مش ترسم بقى خلاص. يعني انا هكون استعملت كام اوربيتال عند الاس. طالما ماليته يبقى خدت كل الاوربيتال اللي عنده. يعني خدت الاوربيتال اللي عنده. طالما ده مملي يبقى خدت الاوربيتال اللي عنده. طالما ده مملي يبقى انا خدت يا مستر اوربيتال من هنا عشان اعرف اخر واحد لازم يترسم يعني عشان تعرف الاوربيتال اللي استعملتها هنا لازم ترسم فلازم ارسم البي هنا كام هم جواه اتنين يبقى واحد اتنين يبقى انا استعملت كام واحد من البي الاخيرة اتنين بس يبقى ده انا استعملت منه اتنين واحد واحد اتنين اتنين وتلاتة خمسة خمسة واحد ستة ستة واتنين تمانية يبقى معنى كده مستر ان انا هنا توتل مستعمل تمانية أوربيتال وانا عايز كام تمانية يبقى الاجابة بيه هي اجابة صح طب لو انا خدت سي سي بكم سري بي هتبقى في الاخر سري بي سري فهيبقى فيه الكترون كمان هنا فهنا هتكون استعملت تلاتة فهنا هكتب تلاتة فهيبقى كام تسعة أوربيتال كام استعملت تسعة بس انا عايزة استعمل كام تمانية ماشي The number of orbitals which are half field with electrons equals the numerical value of the principal quantum number of the last energy level in. سمي الله كده. وإهدى وإنت بتحل السؤال ده. يعني تعال نشوفه عايزي واحدة واحدة. عايز عدد الأوربيتالز تمام؟ Which are half field. اللي هتكون half field. وهتساوي عدد النوميريكال value بتاعة الprincipal quantum number of the last level. يعني أنا عايز عدد الأوربيتالز تمام؟ اللي تكونها فيه نص مملية تساوي تساوي والنوميريكال value بتاعة الprincipal quantum number of the last level. يعني مثلا مثلا لو أنا هحل السؤال مثلا على النايتروجين وهشرح لك وعايزين. لما يجي أوزع النايتروجين فهقول one is two two is two two be three. أنا بتكلم عايز عدد حاجة اسمها half field أوربيتال. فأنا أول حاجة أجيبها الhalf field أوربيتال. ماشي؟ تعال نشوف الhalf field دايما يا مستر. Half field دي معناها أمبير. فالhalf field أو الأمبير دي بيكونوا موجودين في آخر sub level. فأنا هرسم التو بي سري ده. أهو. هوزع التلاتة عندي واحد اتنين تلاتة. يبقى أنا عندي هنا كام أوربيتال. half field ده نص مملي وده نص مملي وده نص مملي. يبقى عدد الأوربيتال زي هنا الhalf field هم سريه أوربيتال. حلو؟ بيقولك بقى العدد ده لازم يساوي رقم آخر principal level. مش فاهم؟ يعني عايزك تمسك النايتروجين ده وتروح توزعه طريق جده. فلما توزعه الطريق جده الأول يبقى فيه كام؟ الأول يبقى فيه اتنين. والتاني يا مستر يبقى فيه كام؟ يبقى فيه خمسة. حلو. عايزك بقى معلش آخر طلب تجيب لي ال-n. ال-n بتاعت أول energy level بكام؟ ده سؤال برضه يا مستر. بواحد. طب ال-n بتاعت تاني energy level باتنين. جميل. يبقى معنى كده يا مستر؟ إن ال-n بتاعت last level. استنى. باتنين. هو الراجل مش بيتكلم على last level آخر level. فهنا last level مين؟ الراجل ده. ال-n بتاعته بكام؟ ال-n بتاعته باتنين. حلو. هو بقى في السؤال بيقولك إيه؟ بيقولك أنا عايز أعرف أو مين في دول اللي عدد ال-half field orbitals بتاعته تساوي ال-n بتاعت آخر level. فال-n بتاعت آخر level عندي في حالة nitrogen باتنين. وفي حالة nitrogen برضه عدد ال-half field orbitals كام؟ تلاتة. يبقى دي تلاتة ودي اتنين مش متساويين. طب ممسك اللي بعدها الأكسجن. تعالي نوزع الأكسجن كده. هتبقى one is two. two is two. كده أربعة. يبقى two be four. ارسم لي آخر ساويبل عشان تعرف عدد ال-half field orbitals. هرسم آخر ساويبل اللي هو ال-b اهو. واحد اتنين تلاتة أربعة. وزعت اللي أربعة. عندك كام واحد هوف فيلد هنا؟ اتنين يا مست. يعني ده كده completely يبقى انا عندي اتنين orbitals. يبقى انا عندي هنا two orbitals. يبقى two orbitals half field. وزع بقى الأكسجن بطريق جده. لما وزع بطريق جده هتبقى two six. حلو؟ طيب يا مست. مش ده كده ال-last level؟ آه يا مستر ده ال-last level. تعرف تجيب ال-n بتاعته؟ سهلا. ده أول واحد ده تاني واحد. يبقى ال-n بتاعت ال-last level بكام؟ باثنين. يبقى ال-n هنا بكام؟ باثنين. وعدد ال-orbitals ال-half field كام؟ اتنين. يبقى عدد ال-half field orbitals اتساوي مع ال-n بتاعت ال-last level. ال-n بتاعت last level اتنين وال-half field بكام؟ باثنين. الحوار ده حصل مع مين؟ حصل مع الأكسجن. طب بالنسبة لل-n لا عدد ال-half field orbitals كانت تلاتة وال-n كانت باثنين. طب هنا عدد ال-half field orbitals زي مستر هيبقى بكام؟ هيبقى بواحد. طب ال-n بتاعت اخر level اتنين. طب هنا عدد ال-half field orbitals زيرو وال-n بتاعت اخر level تو. فهي مش هتتساوي غير فحالة مين؟ غير فحالة الأكسجن. شكرا بعد كده حبيب قلبي بيقول لي يا يا مستر عايز يعرف عدد ال-electrons اللي هتكون موجودة في آخر level تمام؟ لما يكون عنده 15 completely field orbital ويكون عنده two half field orbitals طب انا حل السؤال ده ازاي؟ ما عندكش حلول غير انك تكتب electronic configuration وتبدأ تعد يعني لما توصل ل-15 completely field orbital هقولك هتعمل ايه؟ سيبك من آخر حد فانا هبدأ الأول one is two two is two ولسه بادري يعني يعني لسه بادري شوية two be six لو مش مصدق المستر بتاعك فده مملي على آخره جوا كامب جوا واحد وده جوا واحد وده جوا تلاتة فلما تجمع دول مع بعض كده كامب؟ خمسة خمسة completely field انا لسه يا مستر عايز 15 يعني لسه باقي عشرة فكمل three is two three be six four is two ووف وشيك ماشي يا مستر انا حسبت لحد دول كانوا خمسة completely field احسب هنا ده واحد completely وهنا في تلاتة في البي والاس في واحد يبقى دول خمسة كمان يا مستر خمسة وخمسة انا كده عشرة لسه يا مستر انا عايز خمسة كمان completely field مين اللي بعد الفور اس؟ three d طب three d فيه كام orbital خمسة املاهم على اخيره فلما املاهم على اخيره امحط كام عشرة يا معنى كده دي فيه خمسة كده مستر توتل خمستاشر اوقف بقى خمستاشر يبقى انا هقاتله خمستاشر completely field خمستاشر completely field دي لما وصلت لل three d ten طيب بعد three d ten بقى مستر هيحصل ايه؟ قال لي عندي الفور بي طب احط في الفور بي كام؟ قال لي انا بقولك عايزه يكون في two half field orbital يعني اتنين orbital half field مش ماملين على اخرهم دول كام احتمال اتنين يعني ايه؟ يعني ممكن حد يقول لي انا هخلي البي اللي هو الاخير ده يكون فيه two half field ازاي؟ يكون فيه واحد ويكون فيه واحد فمعنى كده البي اللي في الاخر ده يكون فيه كام؟ الكترون اتنين مش كده هما اتنين half field؟ اه واحد تاني يقول لي لأ انا هعملها كده مستر البي اهو هقول ان هو يبقى فيه واحد اتنين تلاتة اربعة مش كده ده بقى completely field صح؟ فعندي كام واحد half field؟ اتنين برضه يبقى ممكن البي اللي احتمال التاني يكون فيه كام؟ يكون فيه اربعة الكترون يبقى انا عندي كام احتمال؟ اتنين يالبي يكون فيه اتنين الكترون يالبي يكون فور وفي الحالتين انت حققت ان البي يكون عنده اتنين half field سواء هنا سواء هنا طيب يبقى دايما في حالة الhalf field ممكن يكون عندك اكتر من احتمال فاجربهم حاول انه كل ده بالتجربة طب هلو انت عايز ايه بقى؟ انا عايز عدد الالكترونز اللي في اخر level اخر level دي عشان تعرفها اكبر ان يعني يعني يسوف اكبر ان موجودة عندك وهي دي بتكون اخر level يعني الان هنا واحد اتنين تلاتة هنا الان كام؟ اربعة هنا الان تلاتة وهنا الان اربعة يبقى اكبر ان انا قابلتها في الحالات كلها عابلت واحد واتنين وتلاتة واربعة يبقى اكبر ان بكم؟ اكبر ان بتساوي اربعة فاكبر ان ده هو يبقى الاسط level بتاعنا هو الانرجي level من الرابع فانت هتروح تمسك اي حد عنده الان باربعة وتعد الالكترونز اللي فيه فالان باربعة هنا هي اهو يبقى الالكترونز اللي هنا الان بتاعتها باربعة والالكترونز اللي هنا الان بتاعتها بكام باربعة برضو يا مستر ماشي يبقى انا يا مستر عندي كام احتمال في الاجابة احتمالين الاس كده كده فيه اتنين الالكترونز ماشي يبقى اتنين زائد ممكن البي كم فيه اتنين يبقى الاجابة تطلع معايا اربعة الاس فيه كده كده اتنين بس ممكن البي يكون فيه اربعة فالاجابة تطلع معاه كم ستة يبقى اخر ليفل وارد وارد ان هو يكون فيه اتنين عند الاس ده كده كده اكيد واتنين عند البي فيبقى توتل اللي في اخر انرجي ليفل كام اربعة اتنين من الاس واتنين من البي باربعة بس وارد ان اخر ليفل اللي هو الانرجي ليفل الرابعة يكون فيه اتنين من الاس ده اساسي بس يكون فيه اربعة من البي يبقى اتنين واربعة يبقى كم؟ ستة. يبقى وارد يا مستر يكون جوا اربعة وارد يكون جوا ستة. اجابة من الاتنين هي اللي هتكون موجودة. انا بدور على الاربعة وستة. هنا دي اتنين وتلاتة واربعة وخمسة. مفيش غير مين؟ خمسة. اخري غلط. تلاتة غلط. اتنين غلط. عندي مين؟ عندي اربعة. يبقى مستر الاجابة يا تبقى اربعة يا تبقى ستة. مش هحط الاجابتين هحط لك واحدة من الاتنين. يبقى الراجل هنا كان عايز ايه؟ كان عاي يعرف عدد الالكترون اللي في اخر طب انت هتعرف اخر منين؟ ما ادانيش اتوميك نومبر طب هو اداني ايه؟ وصف لي فقعدت انا وانتو نملة لحد ما وصلنا وحققنا ان هم يكونوا 15 واتنين بس في حالة اتنين كان عندنا ايه؟ احتمالين فحطينا الاحتمالين قدامنا اللي بعده What is the number of the electrons which can have the magnetic quantum number negative 3 in the sub level 4F ايه عدد الالكترونز اللي ممكن يكون الام اللي بتاعتها بnegative 3 في الفور اف ناين عشان اجيب الام اللي يا مستر لازم ارسم يبقى انا لازم ارسم الفور اف ناين ده الاف كام؟ الاف يا مستر سبعة يلا حبيبي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة هم كام؟ هم تسعة صح؟ بس استنى استنى هاتلي الال بس الال بتاعت الاف بكام بسري فالام اللي تبدأ من نيجاتف الال يعني نيجاتف سري نيجاتف تو نيجاتف وان زيرو بسطف وان بسطف تو بسطف سري وزع بقى التسعة كام هم تسعة؟ وزعهم لجوه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ادي التسعة عايز اعرف عدد الالكترونز اللي الام اللي بتاعتهم بتساوي نيجاتف سري شوف ليه الاوربيتال اللي بنيجاتف سري ده مش ده اللي بنيجاتف سري شوف جوه كام إلكترون جوه كام جوه اتنين يبقى مستر يبقوا اتنين إلكترونز اللي ممكن الام اللي بتاعتهم تكون بنيجاتف سري واحد بصص لفوق واحد بصص لتحت بس انا مش فارق معايا مين بصص فين؟ انا فارق معايا ان هم اتنين إلكترونز سؤال بعده بيقول لي آخر ساب ليبل موجود عندنا جوه تلاتة أوربيتال مين الساب ليبل اللي عنده تلاتة أوربيتال؟ شاطر اللي قال لي ده الساب ليبل يا مستر بي عشان البي عنده تلاتة حلو which are x و y و z حلو انا عارف ان هما بي x و b y و b z مش حاجة جديدة only x contain one electron ال x اللي هو اول واحد في one electron يعني انت لو رسمتلي ال b اهم ادي التلاتة أوربيتال ادي ال x وال y وال z بيقول لي only x هو اللي فيه electron وكم واحد خلص يبقى ال y مفوش electron وال z ده مفوش electron وال x عنده كام واحد يبقى معنى كده هو بيتكلم على ساب ليبل اسمه b one بس ال n بكم معرفش بص كده الراجل بيقول لك and the sum of n plus l equal كام equal 5 عدد ال n plus l بيساوي 5 طب مستر استنى بانعارف ال l بكم يعني انا بقولك ان ال n plus l بتساوي كام 5 مش كده انت عايز سعرف ايه في الاخر عايز اعرف الاتوميك نمبر فعشان اعرف الاتوميك نمبر لازم اكتب الالكترونيك كونفجريشن من الاول لحد ال b one بس هو كان b one انا لازم اجيب ال n طب هجيب ال n ازاي ما انا بقولك ان ال n plus l بتساوي كام 5 وانت عارف ان انت بتتكلم على b فال b l بتاعته كام one هتودي ال one بال minus يبقى ال n تطلع بكام four يبقى معنى كده مستر انا بتكلم على four b one يبقى انا هوصل من الاول لل four b one ونشوف one is two two is two two b six three is two three b six four is two three d ten four b one دول كلهم كده بتلاتين تلاتين وواحد يبقى واحد وثلاتين الكترون مستر عملتها ازاي انا عرفت ان هو بيقول لي بي فقلت ان ال l بواحد فجبت ان ال n بفور عدت ال واحد بالمينس فعرفت ان هو جواه الكترون منين هو اللي قال لي ان جواه الكترون واحد في ال x فخلاص يبقى مستر four b one وهوصل من الاول لحد four b cam one what is the symbol of element whose valence shall contains number of electrons equal each of number of principal level number of sub levels number of its orbit الراجل عايز ان ال valence ايه ده مستر الكصة بقى دي ال valence اللي هي اخر energy level حيلو عرفت منين ان كلمة valence shell دي معناها اخر energy level مستر shell دي معناها energy level فال valence shell هي بتكون outer most energy level حيلو عايز بقى عدد الالكترون اللي في اخر energy level يكون بيساوي عدد ال energy levels عدد ال sub levels عدد ال orbitals مش فاهم تعال انحيلو تعال عشان تعرف اخر energy level لازم توزع بطريق جده الاول فلما توزع بطريق جده الليسيوم هيبقو كام هيبقو two وone عدد الالكترون اللي في اخر شيل هنا كام واحد صح one electron فهو بيقولك عدد الالكترون اللي هنا لازم يكون بيساوي عدد ال energy levels اللي عندك عدد ال principal levels فانا عندي كام principal level عندي الاول والتاني يبقى هما كام اتنين يبقى عدد ال principal level هما two energy levels لازم يكون يساوي عدد ال sub level طب اجيب ال sub level منين وزع يعني وزع ال electronic configuration بقى الطبيعي التلاتة دول لما وزعهم هتبقى one s two وبعد كده two s one عندك كام sub level هنا عندي sub level اسمه one s sub level اسمه two s يبقى انا عندي two sub levels حيلا عدد هو هنا في ال s فيه كام واحد والs هنا فيه كام واحد يبقى دول اتنين orbital يبقى انا عندي اتنين orbital يا مستر يبقى عدد سوى عدد ال sub level سوى عدد ال principal level بس ما سواش عدد ال elektron اللي في اخر level اخر level فيه ال elektron واحد يا السلام لو كان فيه اتنين لو كان فيه اتنين elektron فكلنا كنا تسوينا طب خد اللي بعدها اول حاجة هجيبها عدد ال elektron اللي في اخر level عشان دي اول حاجة هاتكلم عليها فهوزع بطريق جده ما تيجي حل الاجابة الصح عشان ما ضيعش وقت الاجابة سي اول واحد باتنين والتاني باتنين فمعنى كده يا مستر ان عدد ال elektron اللي في اخر level هي كام two electrons حلو طب انت عندك كام principal level في الاتوم دي عندي واحد عندي اتنين يبقى انا عندي اتنين principal level يبقى انا عندي اتنين principal level هنا يا مستر لحد دلوقتي الدنيا جميلة عندي اتنين elektron واتنين principal level صح طبعا عدد عدد الساب level عدد الساب level يبقى لازم اعمل electronic configuration one is two وtwo is two كام ساب level دول اه دي واحد اسمه one is واحد اسمه deux is يبقى دول two sub levels طب هو الاس جواه كام orbital واحد طب والاس هنا جواه كام orbital واحد يبقى دول كام orbital اتنين orbitals يبقى هنا عدد electronically اللي في اخر level اللي هم اتنين سوى عدد principle level اللي هم اتنين برضو سوى عدد الساب level اللي هم اتنين سوى عدد الأوربيتالز اللي عندنا اللي هم اتنين يبقى كله تساوى في حالة مين؟ في حالة البريليم أبو فور اللي بعده عدد الهالف فيلد أوربيتالز عدد الهالف فيلد بيقى موجود فين؟ في آخر سبليفليامست عدد الهالف فيلد أوربيتالز اللي موجودة عند الهالف فيلد بتساوي البرينسبة الكوانتوم نمبر أو السبس دايري أو السبين كوانتوم نمبر أو الماجنيتك كوانتوم نمبر بتاع أبعد إلكترون عن النيوكليس حلم عشان تعرف تحل كل ده لازم تكتب إلكترونيك كونفيجريشن فلازم تكتب الوان والتوينتي سيكس دول توزعهم فتبقى وان اس تو تو اس تو تو بي سيكس سري اس تو سري بي سيكس فور اس تو كده عشرين بقي ستة يبقى سري دي كام سري دي سيكس أنا بتكلم على حاجتين إيه هم الحاجتين؟ بتكلم على عدد أمبير إلكترون أو عدد الهالف فيلد أوربيتالز فالهالف فيلد أوربيتالز هتكون موجودة هنا ولازم أرسم عشان أعرف عدده يبقى أنا لازم أرسم السري دي سيكس مش بس كده ده أنا عايز أقارنهم أقارن عددهم بالبرينسبال كوانتوم نومبر أو السابس دايري أو الاسبين كوانتوم نومبر أو الماجنيتك كوانتوم نومبر بتاع الإلكترون الأبعد عن النيوكليس فأنت لازم تعرف مين في دول الأبعد فالأبعد يا مستر كاكا في الآخر بس مين؟ الفور اس ولا السري دي؟ لا يا مستر الفور اس هو الأبعد يبقى أنا عايز أقارن الكوانتوم نومبر بتاع الإلكترون البعيد بالعدد الهوف فيلد طب أنا لازم أرسم الهوف فيلد همستر يلا نرسم أهو أديت دي أبو خمسة كام إلكترون ستة؟ واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة عند ساعتك كام هوف فيلد أوربيتل واحد اتنين تلات اربعة يبقى عدد الهوف فيلد أوربيتل زي مستر هم مربعة حلم. المفروض الرقم ده هيساوي رقم هنا. بس هنشوف. الراجل بيتكلم على ابعد الكترون. طب ما هو الاس عندها كام الكترون اتنين. طب مين فيهم الابعد؟ ارسم عشان تعرف. يبقى انا هرسم يا مستر. هرسم الاس عشان اعرف مين الابعد. الاس عندها كام اربطل واحد. اه دي اول الكترون واخر الكترون ساعدتك بترسمه هو الابعد. يبقى الالكترون ده هو الابعد. هاتلي الفور كوانتم بتاعته. ان ال ام ال وام اس. يلا يا مستر. ابدأ معاي بمين? بالان. هو الالكترون ده موجود فين? في الفور اس يبقى الان بفور. طب والال بتاعته يا مستر طالما اس يبقى الال بزيرو. وطالما الال بزيرو يا مستر يبقى الام ال بزيرو. طب الام اس يا مستر هتكون بكام بصص لتحت? يبقى نيجاتيف هاض. الله ينور عليك حبيب قلبي جميل. شايف دول? في واحدة منهم بتساوي ده. ايوة مستر صح. عدد الاربطالز اربعة اربطالز صح اللي هما الهوف فيلد. بتساوي مين هنا? بتساوي الان. الان هنا بكام? باربعة. يبقى مستر عدد الهوف فيلد اربطالز ساوت البرينسبال كوانتم نمبر بتاع ابعد الكترون عن النيوكليس. يبقى هي هتساوي مين? البرينسبال كوانتم نمبر. اللي هي تكون الاجابة ايه? عشان تفهم الليلة معندكش غير حلين. لازم تكتب electronic configuration وترسم. يبقى انا مستر عشان احل اي سؤال في الجزء ده. لازم ارسم واكتب electronic configuration مش هتيجي غير كده. what is the number of electrons? of the penultimate energy level of the element who's atomic number 28. يعني ايه penultimate? قبل الاخير. انا عايز اعرف عدد الالكترون اللي موجودة في الانرجي قبل الاخير. حلو. عشان تعرف الكلام ده لازم تكتب electronic configuration. يعني لازم توزع 28. 1s2. 2s2. 2p6. 3s2. 3p6. 4s2. دول العشرين. حلو. اللي بعدهم كام? تمانية. بقى تمانية. يبقى 3d cam. 3d8. الراجل بيتكلم عايز يعرف عدد الالكترون في الانرجي قبل الاخير. المستر قال لي? قال لي اكبر ان هو اللاست ليبل. يعني يا مستر انا بعرف اجيب اللاست ليبل ما بعرفش اجيب اللي قبله? قال لي لأ تعرف. يعني ايه? يعني هات اكبر ان. اكبر ان قبلتني مين? four. يعني معنى كده يا مستر ان اللاست ليبل هو الان بتساوي four. يعني اخر ليبل هو مين الفور حلو انا مش عايز بقى الاخر انا عايز اللي قابله هو مين اللي قابل للفور سري يبقى انا كده بدور على الالكترون اللي يكونوا في الان بسري يعني اي حد الان بتاعته بسري انا محتاجه هنا الان بواحد مش عايزه ان باتنين مش عايزه ان باتنين مش عايزه هنا الان بكم بسري تعالى هنا الان بكم بسري تعالى الان بفور مش عايزه هنا الان بكم بسري يبقى انا بدور على السري مش الفور انا مش عايز الاخير انا عايز اللي قابله فالاخير الرابع يبقى اللي قابله مين التالت يبقى انا بدور على كل الالكترونز اللي موجودة في التالت طب تعرفها منين ماهل ان هو الرقم اللي قابلي فهنا الان بثلاثة وهنا الان بثلاثة وهنا الان بثلاثة يبقى انا عايز عدد الالكترونز اللي هنا طب ما تيجي تعد ادي دول اتنين ودي دول ستة يبقى تمانية وهنا في كم تمانية الالكترونز برضو يبقى تمانية وتمانية يبقى total الالكترونز اللي موجودة كام؟ 16 يبقى التالت اللي هو قبل الأخير يبقى فيه كام؟ يبقى فيه مستر 16 الالكترون اللي هالإجابة دي سهل اللي بعده الراجل بيقولك عدد الالكترونز أو الاتوم اللي عندنا دي عندها 4 الالكترونز حلو عدد الالكترونز اللي في الام اللي هو التالت دابل اللي في التاني يعني بيقولك اللي موجود في الام دابل اللي موجود في الام هو الأول بيتنين بكام باتنين واللي بعده بكام بتمانية حلو يبقى التاني ده العدد بقى اللي موجود في التالت الدابل بتاعه هو دابل التمانية كام؟ 16 يبقى هنا فيه 16 بس أنا معرفش فيه هنا كام يا مستر عندك طريقتين يعني عندك طريقتين عشان تعرف فيه طريقة سهلة وفيه طريقة أسهل يا راجل أولا أول حاجة إنك تكتب السابليفلز اللي موجودة في التالت يعني التالت مين السابليفلز اللي فيه أو عدد السابليفلز طالما التالتي بوه ثلاثة يبقى S و B و D بس 3S و 3B و 3D توزع الستاشر إلكترون دول عليهم بالترتيب من فوق لتحت يبقى ال S ياخد اتنين وال B ياخد ستة دي كانت تمانية بقى كم تمانية يبقى دي ياخد التمانية اللي بقين ويبقى ده هو آخر سابليفل عندي اللي هو 3D كم 3D 8 وتحاول توصل لل3D 8 من الأول فهتقول 1 S 2 2 S 2 2 P 6 3 S 2 3 P 6 و 4 S 2 وبعد الفور S 3D 8 فلما تجمعهم هيطلعوا معاك تمانية وعشرين إلكترون ده الحل الأول أول حل التاني يا مستر إنك تقول إن ده في 2 وده في 8 وده في 16 حلو طالما يا مستر عدد الإلكترونز في الأنرجي ليفل التالت اللي هو السيرد ما وصلش 18 مش التالت بيتميلي بـ 18 صح؟ انت عملت إيه يا مستر لما تفتكر الكالسيوم كده تعالي هكتب لك الكالسيوم والبوتاسيوم عشان تفتهم قصد تفهم قصد إيه ومعاهم اللي هو بـ 21 الراجل ده لو جيت توزعه هتكونت هتقول 2 8 9 صح؟ بس المستر قال لك طالما ده آخر واحد ما ينفعش يكون فيه أكتر من تمانية فقمت جاي خلته تمانية وودت واحد هنا لما جيت وزعت الكالسيوم قلت 2 8 10 قلت لك ده آخر واحد ما ينفعش يكون فيه غير تمانية فقمت جاي مسح كات التمانية ومودي هنا اتنين الإسكانديام لما هتيجي توزعها تقول 2 8 11 ما ينفعش لازم يكون فيه كام؟ تمانية فهتقم جاي مودي هنا تلاتة لما أنا مش فضيلك بقى انت هتخنقني إيه يا مالك؟ يا مستر شوية؟ يعني انت دلوقتي لما كان آخر انرجي ليبل هو التالت فالتالت طبيعي إن هو بيتميلي بكم؟ بـ 18 فعم خد التسعة خد العشرة كلهم خد الحداشرة بس لقينا طالما إن هو آخر ليبل لازم يكون فيه تمانية فكنا بنعمل إيه؟ الفرق أديه للإنرجي ليبل الرابع الفرق أديه للإنرجي ليبل الرابع الفرق أديه للإنرجي ليبل الرابع لقيت إن الإنرجي ليبل الرابع جاهنة وتخنق معايا هو أنت بتعمل إيه مع الإنرجي ليبل الرابع؟ بوديه لي إلكترونز والإلكترونز فيما بينها فكل معدد الإلكترونز هيزيد في الدور الرابع فكل ما الخناقة هتكون كبيرة فالانرجي ليفل الرابع مش هيسكن هقال لك خلاص ما توجعش دماغي يعني خلاص ترى ما انت اديتني هنا اتنين خلاص انت ما بقيتش الاخير يعني انا خلاص بقيت انا بدور الاخير ما تقعدش تزود الالكترونز اللي عندي ما انت بتشيل لحد كم ما انت بتشيل لحدة 18 ابدأ اتميلي شفاهم بقى مستر عايز تقول ليه عايز اقول لك من الاخر ان احنا بنيدي اتنين الكترون اقصى حاجة للانرجي ليفل اللي بعد تمام? وبعد كده ابدأ ام لنا عندي فامستر انا هدي للرابع اتنين والفرق كله انا هاخده يعني يعني تو ايه تو ده اقصى حاجة والفرق انا قم جايه اخده يا مستر يبقى انا عندي الباقي اللي هو بكام اللي هو بتسعة جميل بس بيقولك حبيب قلبي الكلام ده لحد اما توصل لكام ان ده يبقى فيه كام الكترون 18 طب بعد التمنتاشر هتروح بقى تملى في اللي بعده يعني هي الفور ما ماشي ازاي مستر رقم هنا وفيه تو في الاخر فانا بقولك دلوقتي ان انا كان عندي وهنا وهنا سيكستين وهنا فينا عدد مش عارفه طالما هنا ده ما وصلش للتمنتاشر فالعدد اللي انت مش عارفه ده هو اتنين يعني كده كده الراجل ده هيكون موجود في اتنين اللي اتنين دول موجودين كده كده وده يبقى فيه كام ده يبقى فيه 16 فاتنين وتمانية واتنين وستاشر يطلع برضو همستر كام 28 انا ما بفضلش الطريقة دي عشان هي بطلعها غبط اصف فانا قلت لك عندنا طريقة سهلة وطريقة سهلة جدا دي سهلة واللي قبلها سهلة جدا انك توزع الالكترونز على الساب ليبل وتوصل لاخر ساب ليبل وانت بتتمشي السؤال بعد كده يا بطل بيقول لي يبقى هو بيتكلم على تالت انرجي ليبل حيو يبقى الانرجي ليبل التالت جواه سبعة اليكترون ارجوك 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 ما تتعاملش مع البرينسبال ليبل او الانرجي ليبل احنا بنتعامل مع الساب ليبل يعني حول بقولك ايه فاكر دكتور لطفي كان بيقولك ايه كان بيقول لي حول اي جيفن عندي بدل ما هو جرام او اي اما يكون لنمبروف مولز انا برضو هنا في تانية سنوي طالب الطلب ده حول اي جيفن موجود عندك لان انا اكني بتكلم على ساب ليبل ملكش دعو بالانرجي ليبل او البرينسبال ليبل طب اعمل كيه ازاي مستر قال لي هو الراجل مش بيتكلم معك على تالت انرجي ليبل ايو هسألك واقولك هو تالت انرجي ليبل ده اللي هو الان بتاعته بس ري يكون جوا كم ساب ليبل مستر عدد الساب ليبل على عدد الانرجي ليبل لو انت في التالتي بيعندك تلاتة ساب ليبل مين بابدأ من الاول اس وبي ودي جميل بس معلش قول لي طالما انت في التالتي بقاسمي سري اس وسري بي وسري دي طب اعمل ايه مستر بابدأ اوزع عدد الالكترون اللي هو بيتكلم عليه جوا الساب ليبل بالترتيب من فوق لتحت ابدأ معايا في اول واحد كده مستر اول واحد جواه سبعة فانا الاس ياخد كام ياخد تو طب والبي ياخد كام يا مستر البي ياخد الباقي اللي هو يكون خمسة طب وهنعمل ايه بعد كده بنبص على اخر سابليبل موجود عندنا وبنحاول نوصله يعني انا مليش دعوة بقى بالسري اس انا ليا دعوة باخر سابليبل فيه الكترون اللي هو سري بي فايف فانا يا مستر عايز اوصل للسري بي فايف حلو جميل طيب تعالى بقى مستر نبدأ من الاول كده 1s2 2s2 2b6 3s2 بعد السري اس بيجي السري بي كده انا وصلت طيب بيقول لي دلوقتي يا مستر what is the electronic configuration of the outer most عايز بقى الالكترونيك كونفجريشن بتاعنا الالكترونيك كونفجريشن بتاعنا زي ما انت شايفه ادي الالكترونيك كونفجريشن اهو طيب بتعمين يا مستر بتاع الاوتر مست اللي في الاخر الالكترونز او توزيع الالكترونز اللي موجود في الاخر هل هو 3s1 3b6 3s1 3b6 ولا 3s2 3b5 لا 3s2 3b5 غلط 3s1 3b4 3d2 لا مستر الكلام ده غلط انا 3s2 3s2 3b5 صح 3s2 2b4 3d1 غلط برضو يا مستر يبقى الالكترونز اللي موجودة في اخر واحد اللي هو الانرجي ليفل الاخير اللي هو التالت 3s2 3b5 خلي بالك خلي بالك انت كنت ممكن تحل السؤال من غير ما تعمل الحتة دي بس انا بعمل الحتة دي دلوقتي عشان افضل متعود هو الراجل بيقول لي انا عايز توزيع الالكترونز اللي موجود في التالت فانا وانت عملنا من الاول اي انا انا وزعت الالكترونز في التالت فكان 3s2 3b5 فانا هدور على 3s2 3b5 بس انا عايزك تتعود ان انا لما باجي اوزع الالكترونز بحول من الـ لو هو مديني الجافن لـ لـ يبقى ماحلش السؤال ابدا وهو كده كده انت غصبا عنك في السؤال ده كان لازم تحولها عشان هو عايز بس فيها سئلة تانية مش لازم يعني ممكن حلها مستر بالبرنس بالليبل يا حبيبي انا مش عايز حلها بالبرنس بالليبل هي هتتحل بس انا مش عايز يعني يا سيدي انا حر ماشي The last Sublevel In x 3 positive ده السؤال بقى رقم 22 What is the number of the half field orbitals In the atom X خد بالك انا بسأل على ايه لازم تبدأ تعلم المستر بسأل على ايه انا دلوقتي بتكلم في الجفن بتاعي على اين و3 positive يعني ايه 3 positive positive دي يا مستر معناها lose و3 معناها ان انا lose 3 electron حلو طب انت بقى السؤال بتاعك بتتكلم على ايه لا انا السؤال بتاعي بتكلم على اتم فالاتم لا بتكون عملت lose ولا بتكون عملت gain وبسأل على عدد half field orbital جوه الاتم طب انا عشان اعرف half field orbital يا مستر عشان اتكلم على مش لازم اكتب electronic configuration ايه طب هال يا مستر انا معايا atomic number لا طب اما اليا مستر احنا معنا ايه احنا معانا ان هو بيقول electronic configuration لما حضراك بتكون خسران 3 electron بيكون 2B6 يعني انا وانا خسران في حالة لما اكون خسران 3 بيكون 2B6 يعني في حالة ان انا electronic configuration نبدأ من الاول لحد 1 is 2 2 is 2 انا هشيل هنا دي عشان نكتب براحتنا 2B6 كده يا مستر انا خسران كام electron 3 انا مش عايز اكتب electronic configuration ده انا عايز اكتب electronic configuration x يعني يا مستر يعني انا مش عايز اكون خسران حاجة x atom العادي يعني انت كنت شايل مني 3 electron عايزك تزود 3 electron طب اعمل ايه في الموضوع ده يا مستر قال لي تكتب electronic configuration عادي لو تفتكر لما المستر كان بيقول لي gaining electron بقول لك زودهم علي على طول فانا عايزك هنا تزود 3 electron دول على طول يعني يعني ده electronic configuration اللي موجود عندك اهو 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 1 is 2 2 is 2 2 b camp 2 b 6 حلو انت عايز تعمل ايه دلوقتي انا عايز ارجع التلاتة الكترون اللي انا خسرتهم طب هعمل ايه روحها لل sub level اللي بعده اللي هو مين 3 s يبقى سري اس جوا كم جوته حلو كده انا رجعت اتنين بقى الكترو فيبقى عندي سري بي جوا الكترون يبقى ايه يا مستر التلاتة الكترون الفرق يبقى انا بعمل ايه لو انا بتكلم على اين وعايز ارجعها تاني الاتوم رجع الالكترون زي اللي انت شلتوه طب هرجعهم فين كمل electronic configuration طبيعي يعني اكتب سري اس تو بعد كده سري بي كام سري بي وان طب لو انا كنت خسران اربعة وعايز ارجعهم يبقى مستر هكتب الطبيعي وبعد كده ابدأ ازود الاربعة يبقى انا كتبت electronic configuration اللي موجود عندي اللي هو قال لي انه هو بينتهي بي سيكس وبعد كده زودت عليهم التلاتة الكترون طب هتزود التلاتة الكترون فين في السب ليفل اللي بعد التو بي سيكس اللي هو سري اس تو و سري بي وان عايز عدد الهوف فيلد اربتال فالهوف فيلد بتكون موجودة في اخر سب ليفل فلازم ارسمه هي مش محتاجة بس هرسمه ادي سري بي جواه كام الكترون جواه واحد يبقى انا عندي اتنين اربتال فاضيين مش عايزه وواحد بس هو الهوف فيلد يبقى انا عندي اربتال واحد هوف فيلد يبقى في حالة ان انا برجع من الائن للاتوم بزود الالكترون زي يا مستر اللي انا زودتهم او اللي انا شلتهم يا بيقول لي انا عايز احول الاسكانديام الطبيعي اللي هو بدل ما هو ايه ام دي يا مستر عادي يعني انا عايز اخسر من الاسكانديام ثلاثة وبيسألني هتخسرهم من اين فنبدأ انا وانت حبيب قلبي نوزع الواحد وعشرين الالكترون عشان لما اوزعهم اعرف انا اخسر من انهي وان اس تو تو اس تو تو بي سيكس كده عشرة سري اس تو ايوة سري بي سيكس يا مستر ولع الكلام بعد كده فور اس تو كده عشرين يبقى السري دي ياخد كم السري دي ياخد وان عندي سؤال هي الفيلانس الالكترونز بتاعتنا بتكون موجودة فين الفيلانس الالكترونز بتاعتنا يا مستر بتكون موجودة في اخر حد اللي هو الدي صح حيل بس الاس كان معايا والاس اللي قابلة يبقى دول هما الفيلنس الكترونز بتوعنا اهم اتنين في الاس واحد في الدي انت عايز تخسر كم الكترون يا مسر انا عايز اخسر تلاتة الكترون طالما انت عايز تخسر تلاتة الكترون بتخسر منين الاول بخسر من ال boys هخسر منه اتنين بعد كده اخسر من الدي واحد يبقى انا كده اخسرتي كام خسرت total تلاتة إلكترونز. يبقى التلاتة إلكترونز هتخسرهم منين؟ هخسر اتنين من الاس وواحد من الدي. يبقى أنا بخسر يا مستر من الفور اس ومن السري دي. فتبقى الإجابة الصحة الإجابة بي. السؤال اللي بقى يا حبيب قال بي بيقول لي وخب بالك أنا باتكلم على إيه؟ يا مستر الليسون ده لازم أركز السؤال بتاعنا بيتكلم فيه على الأتم ولا على آيون؟ عايز إلكترونيك كونفيجريشن أتم ولا عايز إلكترونيك كونفيجريشن آين؟ فأنا وإنت هنا الرجل بيسألنا على الآين الآين اللي هي بالمستر قال لنا احنا ما بنعرفش نشتغل على الآين. لازم اشتغل الأول على الآتم. فأنا هشتغل على الزيركونيوم أبو فورتي يعني أنا هوزع الفورتي. فهبدأ كده معك يلا مع بعض ونسمي الله وان اس تو تو اس تو. تو بي سكس كده عشرة. سري اس تو سري بي سكس فور اس تو. كده يا مستر عشرين. لسه عشرين. ماشي. سري دي تن. كده يا مستر تلاتين بقي عشرة اللي بعد سري دي فور بي سكس. كده يا مستر بقي معنا كام؟ ها مين يقولي؟ مستر انت كده اشتغلت ووصلت ال سيرتي سكس بقي أربعة إلكترونز يبقى هروح للي بعده فايف اس تو وبعد الفايف اس تو يا مستر عندنا فور دي تو طب ليه فور دي تو؟ لاش نبقي معي اتنين. كده ان انا نعد نعدة احنا وصلنا لهنا تلاتين كل ده تمانية وتلاتين ستة واتنين تمانية يبقى تمانية وتلاتين تمانية وتلاتين واتنين يا مستر ادي كده أربعين إلكترون ويبقى انا كده وزعت الاربعين بس انا مش عايز انا مش عايز الزيركونيوم اتم اللي انت موزعه هنا ده هو الزيركونيام اتم الطبيعي لا ده الميستر عايز الزيركونيام التو بوستف طب التو بوستف دي نخسر من مين يا ميستر اخسر من الفالنس طب بعرف الفالنس منين ببص على اخر سابليفل مين اخر سابليفل عندنا الدي لا يا ميستر يبقى الفالنس الالكترون في الدي والاس اللي قابله يبقى الفالنس الالكترون بتاعتنا موجودة هنا هو الفور دي والفايف اس السؤال اللي انا عايز اسأله لك انت عايز تخسر كام الكترون عايز اخسر اتنين اخسر الاتنين دول من ال 5S ولا من ال 4D وانت تقول لي يا مستر احنا بنخسر من الابعد عن النيوكليز طب مين اللي ابعد ادي الخمسة عندي الخمسة انرجي ليبل عندي هنا يا مستر ال 4D وعندي هنا ال 5S مين اللي ابعد ال 5S ولا ال 4D لا يا مستر ال 5S ابعد من ال 4D يعني معنى كده ان احنا هنخسر الالكترون اللي موجودة في ال 5S الاول وبعد كده نخسر من ال 4D طيب انت عايز تخسر كام؟ عايز اخسر اتنين بس. يبقى هتخسر الاتنين دول منين من الفايف اس. يعني معناك يا مستر ان انا هكتب تاني الالكترونيك كونفجريشن ده. من اوله لاخره بس مش هيكون في فايف اس. يعني انا همسح الفايف اس دي. لكنها مش موجودة خلاص. عشان انا خسرتوهم. طب وبعدين يا مستر هيجي مكانها بقى او مش مكانها يعني هطلع الفور دي فوق الفور دي تو. ويبقى ده هو الالكترونيك كونفجريشن بتاع الزركونيام تو بسط. البدل معه ده اكتبه تاني. تعال بقى ندور مع بعض. وان اس تو تو اس تو تو بي سكس سري اس تو سري بي سكس فور اس تو فور بي سكس. استنا كده مستر. انا عندي هنا فور اس تو. وصلت لها صح. بعد كده عندي فور بي سكس على طول ولا انا عندي سري دي تن. لأ سري دي تن. غلط. وان اس تو تو اس تو تو بي سكس سري اس تو سري بي سكس. صح. لحد هنا انا صح. بعد كده عندي سري دي تن فور اس تو. طيب مستر هو احنا كد بينها تحت. سري دي. بعدين فور اس 2 ولا فور اس 2 الاول بعد كده قالك مش فرقة يعني طالما انت كتبته مظبوط في بعض من الناس يعني الناس مقسومة عندنا في الكامستري نوعين نوع يكتبوا الاول زي ما هو صح وبعد لما يكتبوا صح يبدأ يرتبهم الاركام الصغيرة للاركام الكبيرة عندهم فوبيا جماعة الناس دي عندها فوبيا ان الاركام تبقى ماشية صح حوارة بعض بس المهم ان الفور اس والسري دي الفور اس 2 والسري دي بتن ساعات نبدلهم مع بعض بس بنبدلهم بعد لما انخلص يعني انت كتبت كده ممكن تعيد بقى كتابة الكلام ده تاني بس تكتبوا بالترتيب يعني تكتب السريهات مع بعض واربعض الفورات كلها واربعض طيب يا مستر هل انا وانت هاني لازم نعمل موضوع ده لا يعني بس اللي انا عايزك تبقى في عارفه ان ده مش غلط ان هو نبدلهم مع بعض لا مش غلط يا مستر يعني سري دي تن سري دي تن عندي فور اس 2 فور اس 2 عندي بعد كده فور بي سيكس فور بي سيكس عندي فور دي تو فور دي تو عندي بقى الكلام اللي موجود هنا ده صح تعالى بص على اللي بعدها وان اس تو تو اس تو تو بي ها 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 سري دي تن فور اس تو نفس القصة يعني نفس القصة بدلتهم مع بعض هل ده غلط لا عادي فور بي سيكس فور بي سيكس عندي بعد كده فايف دي تو انا عندي فايف دي تو ولا فور دي تو لا فور دي تو غلط هنا بسا لمحت فور اف أنا ما عنديش F أصلا في الالكترونيك كونفجريشن فأكيد ده كمان غلط يبقى الإجابة الوحيدة اللي صحة تكون بآخب بالك إن أنا ممكن أبدلهم مع بعض عادي يا مستر ما فيش مشكلة اللي بعده الراجل دلوقتي بيتكلم على حاجة طيب عشان تعرف مين فيهم اللي هو اللي ده أنا بعرفه مين مستر إجزايتد معناها بس إحنا إحنا دلوقتي ما بق luckily نتكلم على الانرجي لفل إحنا بقينا بنتكلم على مين على السب ليفل فكلمة معناها جم to a higher سب ليفل يبقى أنا دلوقتي في حالة السب ليفل زيها زي الانرجي لفل أنا المفروض الإلكترون يكون موجود مثلا في الوان إس طبيعة ألاقي الإلكترون مش موجود في الوان إس ألاقي الإلكترون موجود في السيكس إس يعني بدل الأول بقى فين بقى مثلا في الساقه طب مثلا الالكترون موجود في التو اس المفروض في التو اس ملاقيهوش في التو اس ألاقيه في التو بي طب يا مستر ما هو جوه نفس الانرجي ليبل يعني تو اس رحته بي هل كده يا مستر هو عمل جنب آه جنب بس جنب جوه نفس يعني أنا نطيت من شقة لشقة جنبي بس أنا جوه نفس الليفل مش مشكلة ده اسمه برضو يبقى أنا عشان أعرف مين ومش مين دي لازم أروح حبيب قلب المستر واكتب الالكترونيك CONFIGURATION الطبيعي يعني أمسك الفلورين وهوزعه طبيعي زي ما أنا عارف 9 يبقى 1S2 اللي بعده 2S2 اللي بعده 2B5 طب ليه 2B5 يا مستر وقعه عببص على ده وإنتبتكتب لو بصيت على ده هتكتب غلط ماشي؟ يعني أنتبتكتب بتشوف 9 واتكتب ماشى يا مستر بعد لما تكتبهم قارنهم 1S2 1S2 2S2 2S2 2B5 2B5 ده زي ما أنا بكتبه يا مستر آه يبقى ده مش اللي جنبه مين اللي جنبه النايتروجين امسحه يعني امسح اللي هو كاتبه وانت وزعه مع نفسك تعالى نوزع السبعة 1 is 2 بعد ال 1 is 2 2 is 2 كده كام يا مستر 4 بقى 3 يبقى عندي 2 b تاخد 3 يبقى 2 b 3 كتبته شيل ده وابدأ بص 1 is 2 1 is 2 2 is 2 2 is 2 2 b 3 2 b 3 يبقى ده زي ده خلاص يا مستر يبقى الراجل ده عدي اللي بعده تعالى يا مستر على اللي سيم وزعه التلاتة يلا يا مستر اول حاجة 1 is 2 بقى كام بقى الكترو يبقى 2 is هياخد الكترون واحد في مشكلة طيب كده كام كده 3 روح يا مستر يلا بص 1 is 2 1 is 2 صح 2 is 2 2 b 1 مستر لا حفيها غلط هنا المفروض يكون 2 is 1 هو ودى الالكترون فين 2 b هو مش 2 b بييجي بعد 2 s يعني 2 b عنده زين 2 s يبقى الالكترون اللي موجود في الاس عمل جنبه راح 2 b يا معنى كده اننا الراجل اللي عندي ده يكون ايه يكون يبقى لو الالكترونيك كونفيجريشن اختلف عن الطبيعي انت المفروض الالكترون يكون في اللي هو عنده اقل انرجي يلاقيته في عنده اعلى انرجي يبقى كده الاتوم بتاعتك excited يبقى الراجل ده يتقال عليه انه هو excited atom which of the following represent the electronic configuration of gallium atom in its excited state نفس القص عايز يتكلم على excited state عندي هنا طريقتين للحل الطريقة الاولانية اللي انا المستر هيفضل يحل بيها توزا انفينيتي الالكترونيك كونفيجريشن همسك الواحد وثلاثين وابدأ اوزعه لما امسك الواحد وثلاثين الالكترون ونبدأ نوزعه هيبقى 1s2 2s2 2b6 كده عشرة لسه عشرين 3s2 3b6 4s2 كده مستر عشرين لسه بقي 11 هم 31 مش 30 فكده بقي 11 بعد كده مستر 3d10 كده 30 يبقى بقي 1 يبقى 4b ياخد كام 4b ياخد 1 ببص على الاختيارات اللي عندي ما لقيتش Electronic Configuration يا مستر اما لقيت ايه لقيته 2,8,17,3 ده موزع الالكترون في البرينسبال ليبل طب انا هعمل يا مستر زي ما انت بتعرف تحول من البرينسبال ليبل للسبال ليبل هعلمك دلوقتي حبيب قلبي ازاي تحول من السبال ليبل لبرينسبال ليبل اول حاجة عايزك تشوف اكبر ان عندك مين اكبر ان عندي يا مستر اكبر ان عندي باربعة حلو معنى ان اكبر ان عندك باربعة يبقى عدد الانيرجي ليبل اللي عندك هم اربعة يبقى انا كده يا مستر عندي انيرجي ليبل اول تاني تالت رابع حلو ابدأ بقى من اول انيرجي ليبل طب ابدأ من اول انيرجي ليبل ازاي تروح عند اي سابليبل مكتوب عنده واحد فان هنا يا مستر ما عنديش غير السابليبل ده اللي مكتوب عنده واحد يبقى معنى كده ان ده السابليبل اللي في مين اللي في الانيرجي لبل الاول حيلا عنده كم الكترون يا مستر عنده اتنين يبقى معنى كده ان اول انيرجي لبل هيكون فيه اتنين جميل كده انا خلصت ال one روح على ال two مستر شوف اي حد مكتوب قبله two ده مكتوب قبله two وده مكتوب قبله two في حد تاني لا خلاص يبقى الاتنين دول بس اللي موجودين في الانيرجي ليبل التاني جواهم كم الكترون ده جواه اتنين يا مستر وده جواه ستة يبقى معنى كده يبقى توتل اللي موجود في التاني هم تمانية تب تعمل يا مستر انا بجيب عدد الالكترون اللي موجودة جوا بس بتجيبها من ما هي اتنين دي معناها ايه معناها الانيرجي ليبل التاني واتنين دي معناها ايه معناها الانيرجي ليبل التاني يبقى الانجي لابل التاني جوا اتنين الكترون في الاس وستة الكترون في البي يبقى التوتل اتنين وستة يبقوا تمانية روحها التالت اي حد مكتوب قبله تلاتة يلا يا مستر ده مكتوب قبله تلاتة ده مكتوب قبله تلاتة وده مكتوب قبله تلاتة في حد تاني قبله تلاتة لا يا مستر يبقى انا همسك الراجل ده عنده تنين والراجل ده عنده ستة والراجل ده عنده كام؟ عشرة يبقى two plus six plus ten يبقى total اللي موجود في الثالث مش ده ثلاثة وده ثلاثة وده ثلاثة يبقى دول اللي في الثالث فيه اتنين الكترون في الاس وستة في البيئة دي كده تمانية وعشرة في الديب وثمانتاشر يبقى الثالث يا مستر فيه تمنتاشر روح لآخر واحد اللي هو الرابع أي حد مكتوب قبله فور ده مكتوب قبله فور وده مكتوب قبله فور يبقى الناس اللي في الرابع يا مستر عندي ده في اتنين والرجل ده في واحد يبقى كده تو تل الرابع كام تلاتة ده هو توزيع الجاليوم الطبيعي اللي هو بواحده تلاتين ده الطبيعي طيب انت بتدور على اللي هو مش طبيعي طيب تعالى نبص انا عندي ده كده فيه الكترون ناقص يعني انا عندي ده في اتنين اهو وده في اتنين ده في تمانية وده في تمانية ده في تمنتاشر بس ده في سبعتاشر ده في تلاتة وده في تلاتة مستر انت كده مش انت كده فيه الكترون مش موجود يعني احنا لو جمعنا عدد الالكترونز اللي هنا هيبقوا تلاتين الكترون بس الجاليوم عنده كام؟ واحده تلاتين مستر ده مش موضوع ده فيه الكترون ناقص فهنا الكلام اللي مكتوب ده غلط يا مستر يبقى الشرط الاساسي ان عدد الالكترونز لازم يتساوى ما هو أنا بعمل جنب يعني لو عندي خمسين إلكترون والله لما يعملوا جنب هيبدالوا برضو خمسين بس بدل ما هم في الأول بقوا في الثاني بقوا في الثالث مثلا فدي غلط عشان العدد مختلف طب تعال يا مستر نشايك الأول على الأعداد عشان ما نضيعش وقت 2 plus 8 plus 17 plus 4 يطلعوا معاك 31 فده 31 وده 31 صح هنا 2 8 18 4 دول يا مستر يطلعوا معايا 32 لا أنا مش 32 يا مستر أنا 31 يبقى ده كمان غلط 2 8 18 3 دول يا مستر 31 يبقى أنا استبعدت الإجابة إيه والإجابة دي بسبب أن عدد الإلكترونز اللي فيهم مختلف عن اللي عندي أنا عندي 31 الإجابة إيه عندها 30 غلط الإجابة دي عندها 32 غلط بس الإجابة B والإجابة C اللي اتنين عندهم 31 إلكترون يبقى فيه واحدة فيهم هتكون صح تعالي نشوف C لقيت إن هي 2 8 18 3 طب ما هي كده يا مستر الإجابة C مكتوبة زي ما أنا كاتبها طالما هي مكتوبة زي ما حضرتك كاتبها يبقى معنى كده يا مستر إن دي أتم عادية في الجراوند ستيت ما عملتش جمب طب تعالي نبص هنا أنا هنا لقيت 2 2 8 8 هنا يا مستر 17 هنا 18 هنا يا مستر 3 هنا يا مستر 4 تعرف كده إيه اللي حصل؟ أيوة مستر عرف اللي حصل كده إن فيه إلكترون مشي من الأنرجي لفل التالت بدل ما هو كان 18 بقى 17 وبدل ما دا سري بقى 4 يعني معنى كده إن فيه إلكترون اتنقل من أنرجي لفل التالت راح الفورس أنرجي لفل طب معنى إن هو يروح الفورس يعني معنى كالراجل ده عمل جمب طالما فيه إلكترون جمب يبقى كده يا مستر أنا تحولته بقيت يبقى اللي بيعبر عن الجاليام وهو هي الإجابة بي جميل اللي بعده بيقل لي مين في دول يبين اللي سبين موشن صح والكلام ده بقى يرجع لعم هونس اللفة بتاعت الإلكترون وروح لهونس ماشي محتاج أكتب إلكترونيك كونفجريشن يا مستر الأول عشان أعرف أختار تعالي نوزع الأرجون إيتين 1 is 2 2 is 2 2 p 6 كده عشرة 3 is 2 يا مستر كده 12 12 يبقى بقي تمانية يبقى 3 p cam 3 p 6 حضرتك ارسم وملكش دعو بالاختيارات خبيها روح ارسم لي 3 p 6 ده على حسب ما احنا علمناك يلا يا مستر وانت بتحط الستة إلكترون دول هيدخلوا ازاي يا مستر الستة هيتوزعوا كل واحد يدخل قوضة لوحده الأول وكلهم بصين لفوق يبقى ده يدخل لوحده بص لفوق وده كمان يدخل لوحده بص لفوق كده تلاتة بقي تلاتة يا مستر يبقى الرابع يدخل هنا بس بصص لتحت الخامس يدخل هنا وبصص لتحت السادس يدخل هنا ويكون بصص لتحت يبقى ده شكل البي عند مين؟ عند الارجون اتين والكلام اللي انا موزعه ده حضراك بتوزع على طريقة احبه انت متأكد حلو فمعنى كده ان اخر واحد لازم يبقى شكله كده فالاجابة هتكون سي يعني الاتنين متشابهين عندي في حالة سي السؤال اللي بعده مين في دول؟ ولا لا نبدأ بأول حاجة هنا انا عندي هنا اوربيتال واحد وهنا تلاتة اوربيتال اوربيتال واحد ده يبقى اس هنا دول يا مستر تلاتة يبقى دا بي حلم؟ طيب طبعا ده جوا نفس الاتو خلينا نكون متفقين ان كده يا مستر الاتنين الكترونز اللي هنا طالما واحد لفوق واحد لتحت فهم هيكونوا مختلفين في الام اس واحد يكون بوست بهاب واحد يكون نيجاتف هاب فكده مش هيكونوا متشابهين انا بقولك فيوليتس يعني ايه فيوليتس؟ يعني ضد انا عايز اختار اللي ضد باولي باولي بيقولك ما ينفعش يكونوا متشابهين في الفور كوانتم نمبر فانا عايز حاجة ضد باولي يبقى انا عايز اختيار اكون متأكد ان هما هيكونوا متشابهين في الفور كوانتم نمبر فانا لما جيت بصيت هنا لقيت ان الاتنين الكترونز دول هيكونوا مختلفين في الام اس ولما جيت بصيت هنا لقيت ان الاتنين الكترونز دول هيكونوا برضو مختلفين في الام اس عشان واحد لفوق واحد لتحت ولما جيت اقارن ما بين الاتنين الكترونز دول والاتنين الكترونز دول فلقيت ان دول في الاس ودول في البي فهنا ال L بزيرو بس هنا ال L بكام بوان يبقى اللي اتنين دول مع بعض هيكون عندهم نفس ال L بزيرو بس MS مختلفة واللتنين دول مع بعض هيكون عندهم ال L بوان بس MS مختلفة ولما كارن دول بدول هلاقي ان دول عندهم L مختلفة ودول عندهم L مختلفة عشان واحد هي شغل دماغه على المستر ويقول لي ايه رأيك طيب يا مستر انا عايز اخد الالكترون اللي هنا اللي بصص لتحت مع الالكترون اللي هنا بصص لتحت هيكون يا مستر عندهم نفس ال MS قلت له جدع هيكون ال MS بنيجاتيف ها بس هو ال L هنا بكام بزيرو طب وال L عند الراجل ده بكام بوان يبقى آه هم تشابهوا في ال MS بس اختلفوا في الايه في ال L واحد قال لي يا مستر اصلا الرسمة دي غلط احنا لما بنيجي نوزع الالكترون المفروض كل واحد يدخل لوحده انا هنا حاطت اتنين الالكترون جوه نفس الاربتال وعندي اربتال فاضية مش كنا بنقول ما ينفعش تعمل لحد اما كل واحد ياخد الالكترون قلت له جدع بس الكلام اللي انت بتقوله ده عمك ايه عمك هونس بس انا بتكلم على مين على باولي يبقى انا مليش دعوة ب هونس دلوقتي انا مركز مع باولي يبقى الرسمة اللي هنا هي ضد كلام هونس عندك حق بس هل هي ضد باولي لا باولي ما جابش سيرة الاربتال باولي تكلم على الايه على الكوانتوم نومبرز فاللي انا شايفه ان هنا باولي الدنيا شغالة مفيش مشكلة بس هونس عنده مشكلة مليش دعوة يا عم بهمس طب تعال هنا لما جيت ابص على الاتنين الكترونز اللي موجودين هنا دول لقيت الاتنين بصين لفوق فكده مستر الاتنين الكترونز هيكون عندهم نفس الام اس بوست بهاب و بوست بهاب مش بس كده ده موجودين جوه اربتال واحد اربتال واحد ده بقى اس يعني نفس الال الالة هتكون بزيرو مش بس كده مستر ما هي لو الال بزيرو يبقى الام اللي هتكون بزيرو يبقى معنى كده ان الاتنين الكترون دول المتشابهين في الام اس متشابهين في الام ال يبقى هم متشابهين في تلاتة كونتم نمبر واحد سألني قال لي على الان يا مستر طب بالنسبة للان قلت له ما هم طالما نفس جوة فلو انا بتكلم مثلا ان دوان اس فالان بتاعت الاتنين هتبقى بوان طب لو بتكلم ان هو تو اس فالان بتاعت الاتنين هتكون بتو يعني كده كده طالما هم جوة نفس يبقى اكيد عندهم نفس الان عشان افاهمها لك بسرعة لو انا وانت جوة الشقة تمام جوة الشقة احنا كل واحد فينا قاعد في قوضة مثلا بس احنا جوة الشقة فمعنى كده لو احنا في الدور الاول يبقى انا وانت جوة الشقة اللي في الدور الاول يبقى انت لو بتتكلم على الشقة فالشقة كده كده هتكون في نفس الدور يعني انا بتكلم هنا على الاربيتال اللي اسمه اس فايما يكون الاس هو كده كده هيكون موجود في دور يعني هيكون يوانيا تقول حد بس في الحالتين لو انا بتكلم على 7S يبقى اللي اتنين الكترون جوا 7S يبقى اللي اتنين الكترون نفس ال N يبقى انا يا مثل لما اتكلم على ساب ليبل لو احنا جوا نفس الساب ليبل يبقى اكيد نفس ال N وكمان نفس ال L اللي بيختلف معانا هما ال M L وال M S فلا ال M L اختلفت ولا ال M S اختلفت احنا الاتنين كده عندنا نفس ال 4 quantum number وده ضد كلام باولي يبقى بالتالي الاجابة بيه هي الاجابة اللي انا بدور عليها طب بالنسبة لدي هنا يا مستر كلهم بصين لفوق فكلهم عندهم نفس الام اس صح بس ده عنده L بزيرو ودول عندهم L بواحد يبقى مختلفين في ال L طب يا مستر ما دول كلهم عندهم L بواحد طب ما تيجي تشوف الام L انا بدور في الحوار يجدعان على الام L والام اس هم دول اللي يحكموا معايا مستر هنا لما نيجي نبدأ نيجاتف وان وزيرو بوستف وان فده بام L ده بام L وده بام L تاني يبقى دول اختلفوا في الام L اه تشابهوا في الام اس بس اختلفوا في الام L هنا يا مستر دول عندهم MS مختلفة وطالما دول في ساب ليبل ودول في ساب ليبل تاني يبقى مستحيل يتشابهوا في الام فانا مش هكرم بينهم تعال امسيك لي دول دول يا مستر التلاتة دول هيكون عندهم ML مختلف عشان ده نيجاتف وان وده زيرو وده بوستف وان مش بس كده ده بسس لتحت فهيكون عنده MS مختلفة عن الاتنين يبقى كلهم ما تشبهوش في الفور كوانتم نمبرز معادة الاتنين الالكترونز اللي موجودين هنا دول الاتنين الالكترونز اللي هنا تشبهو في الفور كوانتم نمبرز وده ضد كلام باولي يبقى بالتالي الاجابة بي سؤال اللي بعده according to Hans يبقى انا دلوقتي اتكلم على مين على Hans and باولي يبقى انا بتكلم على Hans وعلى باولي the two electrons with the highest energy in the atom of the element x26 are different in عايز يعرف الاتنين الالكترونز اللي في x26 هيكونوا مختلفين في ايه ما عرفش انا لازم ارسم عشان اوكتب الالكترونيك كونفيجريشن عشان اعرف مين الالكترونز اللي عندها highest energy فانا لازم اوزع 26 electrons يلا كده 1s2 2s2 2b6 10 3s2 3b6 4s2 كده 20 يبقى 3d ياخد الباقي 3d6 مين يا مستر اللي عنده highest energy highest energy يا مستر هي اللي بتكون موجودة في اخر في اخر sub level عشان ده اقل energy بس ده يا مستر اعلى energy الله ينور عليك حبيب قلبي يبقى 3d6 هو اعلى energy جميل طب مين بقى اخر او الاتنين الالكترونز اللي عندهم higher energy الالكترونز اللي هيكون عندها higher energy هم اخر اتنين الالكترونز انت هترسمهم يعني انا مستر عشان اعرف الالكترونز اللي عندها highest energy لازم ارسم فانا لازم ارسم 3d5 ولا 3d6 واحد اتنين تلاتة اربعة خمس وابدأ اوزع الستة الالكترونز واخر اتنين هم دول اللي يكون عندهم اعلى energy اخر اتنين يعني الخامس والسادس طب يلا مستر عندي واحد اتنين تلاتة اربعة انا هرسم الخامس فهغير اللوت ادي خمسة وادي ستة الخامس والسادس دول اخر اتنين رسمتهم ودول هم اعلى electrons في الالكترونز عايز اجيب quantum numbers بتاعت ده n l ml و ms سهلة وبسيطة مستر ال n وال l سهلة ليه عشان انت جوه 3d فطالما 3d يبقى ال n بتاعتك بكم ب3 طب وال l هتكون بتو طالما دي طب ال ml لا لازم نكتب بقى ال ml من negative l ال postive l يعني negative 2 negative 1 zero postive 1 postive 2 يبقى الالكترون ده موجود في ml بكم postive 2 طب ال ms مش بصص لفوق يبقى postive half تعال هتلي for quantum numbers بتاعت الراجل اللي هنا n l ml و ms الراجل ده يا مستر ال n بكم مش في 3d يبقى ال n ب3 طب وال l طالما هوا في ال d بقى ال l طب ال m l لا ده موجود في negative 2 يا مستر طب الراجل ده بصص لتحت يبقى negative هاو بص كده بص كده قلتلك من شوية طالما بتتكلم على اتنين اليكترونز جوا نفس لازم 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 هيكونوا شبه بعض في ال l وال n فدي 3 و 2 ودي 3 و 2 يبقى هما متشابهين انا ما بدورش على التشابه بدور على الاختلاف بص ال m l negative 2 ال m l positive 2 اختلفوا m s negative hub m s positive hub يو معنى كده ان الاتنين اليكترونز الي عندهم اعلى انجي مختلفين في حاجتين مختلفين يا مستر في ال m s وال m l اللي هي تكون الاجابة d سؤال بعده this is configuration of fluorine in its stable state doesn't obey بيقولك توزيع الفلورين زي ما انتا شايف doesn't obey مين مين اللي مايرضاش بالكلام ده قال لي يا مستر استنى كده ما تيجي نوزع الفلورين ابو تسح احنا عشان نعرف one is two two is two بعد كده two b كام two b five حيلو one s عنده كام orbital واحد عشان كده هو رسم لي هنا ده باوربيتال اللي بعده اوربيتال واحد والبي رسمه كام تلاتة اوربيتال هو ليه عامله على شكل سلم يا مستر عشان احنا لما بنيجي نحب نرسم يعني الاربيتال كلها بنرسمها لكنها سلم من الاقل في الانرجي للاعلى فتلاقي ان one is قليل two is اعلى two b اعلى منهم يبقى دي السلم بتاعنا طيب يا مستر انا شايف فعلا ان هي one is two الاس هنا جواها كام اتنين وانا عندي one is two فما فيش مشكلة هنا two is two مفيش مشكلة هنا two b يا مستر جواها كام جواها واحد اتنين تلاتة اربعة يا مستر اربعة فيه الكترون ناقص بس هنا زوده لي يعني ايه ولا اقول لك خليه خليه بص لفوق برطا يعني زود لي هنا كمان فيه الكترون ناقص فزوده لي في المنزمة بص لفوق وتو بي five يبقى الكلام ده انا موزع الالكترون مزبوط فانا ما عنديش مشكلة مع اف بو طيب بس لما اجابوصها مستر على القصة اللي موجودة عندنا هنا هل الراجل ده والراجل ده مختلفين في الام اس اه يبقى انا دلوقتي ما عملتش مشكلة مع بولي مختلفين في الام اس ما عملتش مشكلة مع بولي هنا دول هيكونوا متشابهين في الام اس طالما هم نفس جوه او نفس الاربيتل يبقى عندهم نفس الام ل ونفس الساب ليفل يبقى نفس الال وطالما عندهم نفس الال يبقى عندهم نفس الان وهما الاتنين بصين لفوق يبقى نفس الام اس يبقى هم متشابهين في والكلام ده ضد بولي يبقى احنا دلوقتي مرخمين على بولي طب تعال نشوف هونز هل عندك اوربتل الفاضية لا يا مستر يعني معناه كده ان عملية ما بدأتش غير بعد لما كل قوضة اخدت حدي يبقى انا ما عملتش لمشكلة مع هونس ولا عملت مشكلة مع افبو انا عملت مشكلة مع مين؟ مع باولي ان انا عندي اتنين الكترونز هنا واتنين الكترونز هنا اتشابه في الفور كوانتم نمبرز يبقى بالتالي انا وقفت قدام افبو لأ وقفت قدام هونس لأ وقفت قدام الاكسيكلوجين برينسبال ده اللي هو باولي ايو اميسر احنا عندنا مشكلة مع باولي عندنا مشكلة مع هونس وباولي لا ايا ميسر ما عندناش مشكلة مع هونس وباولي احنا عندنا مشكلة مع مين بس؟ مع باولي سؤال بقالعيا يقول لي من في اللي جاي ده الصحة؟ نشوف بيقول لي اول حاجة ايبقى في بعض الاحيان ممكن نعرف بتاعت الالكترون في نفس الوقت مصر الكلام ده فالكلام ده مثلا احنا في لسون فور يعني بتدخل حاجة من لسون تو في لسون فور ايه المشكلة يعني The size of the orbitals of the same atom are similar The size بتاع الاربتال حكم الاربتال اللي موجودة في نفس الاتوم هيكون متشابه نفس الاتوم مثلا لما جينا رسمنا ناوينتو الوان اس رسمنا دايرة سوايرة بس لما جينا رسمنا التو اس رسمنا دايرة اكبر وساعتها قلتلك ايه قلتلك كل لما بنبدأ نبعد عن النيوكليس احتمالية وجود الالكترون بتزيد فالرسمة اللي احنا بنرسمها دي اللي هو الاربتال هو احتمالية الالكترون فطالما الاحتمالية بتزيد يبقى الرسمة هتبدأ تزيد يا معنى كده يا مستر size بتاع الاربتال اللي في نفس الاتوم هل هو متشابه؟ لا يا مستر size مش متشابه غير ان اصلا في size تاني واحتمال تاني اللي هو البي اللي هيكون برضو لسعيز صغير وليسعيز برضو كبير الالكترون اللي موجودة جوا نفس الاربتال هيكون عندهم نفس الامس مستر لا واحد لفوق واحد لتحتي بقى هنكون مختلفين في الامس ده كمان غلط الاتنين الالكترون بتوع الهيليم وزعهولي هيبقى وانقس تو ارسمهولي ادي الاتنين الالكترون هاتلي الفور كوانتم نمبر بتوعهم الان بكام او انتعال نكتب بقى هنا ونقسمها عشان ايه نكتبهم مرتين بصورة طالما انت يا مستر في الوان اس يبقى الان بواحد والل بزيرو نفس الكلام هنا ان بواحد والل بزيرو طب الام ايه مستر الام اللي هنا بزيرو يبقى الام ايه اللي الاتنين بزيرو بس واحد فوق واحد تحت يبقى الام اس بوسط بهاف ونيجاتيبهاف يبقى الاتنين الالكترونز دول ما عندهمش نفس الفور كوانتم نمبر أيها ما عندهمش نفس الفورة عشان مختلفين في الامس يبقى الإجابة دي هي إجابة صح اللي بعده بيقول لي احنا في سرتي توصح The values of the spin quantum number In the principle level Of the atom of any element Become different When the number of electron inside the sub-level Exceed not of the capacity of the sub-level Exceed double ولا half ولا equal ولا quarter مش فاهم انت بتقول لي يا مستر بقولك دلوقتي لما يكون عندك sub-level واليكون هو ال-B تمام ال-B sub-level ده بيتنلي بكم بيتنلي بستة يا مستر حلم بيقولك امتى ال-M-S بتختلف ال-M-S يا مستر بتختلف لما القوة بتفضل صح يعني لما يبقى عندي الكترون التاني التالت دول بيكون عندهم نفس ال-M-S وبصين لفوق بس لما هتيجي تحط الرابع هتلاقينا بصينها لتحت فال-M-S هتبدأ تختلف هو بيسألك بقى ال-M-S بتختلف امتى بتختلف لما عدد ال-electrons اللي جوه sub-level يعدي مستر هنا ينفعش عدي ال-Double ما هنا لو عديت ال-Double ده انا رايح في حتة تانية ال-B-B يتميلي بستة فعدي ال-Double يعني يعدي اتناشر هو اصل B-B يتميلي باتناشر لا طب يعدي ال-Half نصه هو هنا ال-B-B يتميلي بكم يا مستر بيتميلي بستة طب بص كده ادي تلاتة لما تعدي التالت وترسم الرابع مش هتلاقي ان الرابع ال-M-S بتاعته اختلفت ايوه مستر يبقى احنا لما بنعدي ال-Half بتاع الكاباستي بتاعت يعني لو بيتميلي بخمسة ال-Electron السادس لما يجيحطه هيكون بصص لتحت لو بيتميلي باربعتاشر فال-Electron الثامن اللي هجيحطه يعني بعد السبع الثامن هيبقى بصص لتحت يبقى يا مستر بتاعت بتتغير لما عدد ال-Electron بيعدي النص اول ما نعدي النص نبدأ ال-M-S بتاعتنا تختلف نبص لتحت يبقى هتكون الاجابة الصح ان احنا نعدي ال-Half اللي هي الاجابة بي السؤال اللي بعده F2 Electrons Have the same for quantum number وده حلناه في الفيديو بتاع الشرح لو احنا عندنا نفس ال-4 quantum number هل يجوز نكون مع بعض في نفس ال-Atom مستحيل These two electrons found in اللي اتنين ال-Electrons طالما عندهم نفس ال-4 quantum number ينفع يكونوا موجودين في نفس ال-Atom مستحيل يا مستر طيب تعالى نشوف مع بعض موجودين في نفس ال-Principal Level ما احنا لو في نفس ال-Principal Level هيكون عندنا نفس ال-N طب موجودين في نفس ال-Orbital ما احنا يا مستر لو موجودين في نفس ال-Orbital يبقى عندنا نفس ال-N طب موجودين في نفس ال-Sub Level ما احنا لو في نفس ال-Sub Level يا مستر هيكون عندنا نفس الال طب موجودين في ايوة مستر لو انا في اتم وهو في اتم ممكن نكون انا وانت عندنا نفس الفور كوانتم نمبر تمام طب ما انت مستر هنا بتقول لي هيبقى عندنا نفس الام وعندنا نفس الام ال وعندنا نفس الال قلت له طيب تعال انجر لو انا وانت موجودين في نفس البرينسبال ليفل اللي هو مثلا مثلا يعني احنا موجودين في الانرجي ليفل الاول مش الاتنين الالكترونز دول هيكون عندهم نفس الان صح ونفس ال-L ونفس ال-M-L بس هيكون MS مختلف يبقى احنا لو موجودين في نفس ال-principal level هنتشابه في ثلاثة بس مش هنتشابه في الرابع اللي هو ال-M-S يبقى ما ينفعش نكون موجودين في نفس ال-principal level انا عايز مين? اللي اربعة مش ثلاثة طب لو احنا في نفس ال-orbital احنا في نفس ال-orbital هنا لو احنا امسر جوة نفس ال-orbital فال-M-L بتاعتنا واحدة وال-L واحدة وال-N واحدة بس ال MS برضو مختلف يبقى أنا اتش brokeive 3 طب هنا جوا نفس فلو إحنا جوا نفس فإحنا جوا فإحنا هيكون عندنا نفس ال N ونفس ال L ونفس بس مختلفين برضو فالMθ قال لي طب يا مستر نافتارد يعني إن الاتنين Ondal دول جوا وواحد هنا وواحد هنا فالتنين Ondal عن دهم نفس ال L بواحد بس هاتل ال Md كده الراجل ده نيجاتيف وان والراجل ده زيرو فهنا يا مستر الام ال اختلفت عن الاتنين الكترون بس الام اس متشابه هما الاتنين ببصد ها بيبقى احنا لو جوا نفس السابليفل وارد ان احنا نتشابه في الام اس والان والال بس مستحيل ان احنا نتشابه في الام ال قال لي طب يا مستر ما احنا ممكن نكون جوا نفس الاوربيتال قلت له ما انا لسه شرح لك هنا جوا نفس الاوربيتال ما لو احنا جوا نفس الاوربيتال هنبقى نفس الان ونفس الال ونفس الام ال بس عكس الام اس يبقى مستر دول التلات حالات دول ممكن يوصلوني ان يكون في ثلاثة كونتم نمبرز شبه بعض بس الرابع هيكون مختلف عشان اللي اربع فعلا يكونوا نفس الارقام بالزبط لازم نكون في اتنين اتومز مختلفين يبقى two different atoms the two electrons which have the same L وام اس بيقولك ايه are located in the same لو انا عندي نفس ال ال ونفس ال ms استنى استنى نفس ال ال يبقى احنا نفس يبقى انا عندي اتنينелكترون عندهم جوة نفس وعندهم نفس ال MAT نفس ال Mas يعني الاتنين بصينprofوق فواحد قال لي ينفع نتكلم على ال S قلطول لو لا قلطول لو انا عندي الاتنين ال Brett فال negative بلبس ال ms هكون مختلفة plus of have انا علينا نفس ال del احنا لازم نبدأ نتكلم من اول ال b عشان يكون يكون فيه elektron هنا واليكترون هنا الاتنين elektronز دول عندهم نفس ال L عندهم نفس ال MS هيكونوا متشابهين في يكونوا موجودين جوا نفس زي ما انت شايف كده اللي هو ال B بس يكونوا موجودين في مختلفة طب لهم موجودين جوا نفس ال هيكون عندهم نفس ال L بس مش يكون عندهم نفس ال MS يبقى احنا يا مستر أن نكون موجودين فعلا في نفس السابلت بس مختلفة ايه؟ نفس البرينسبال ليبل ما هو دفرنت سابلت دي معناها إن الإله مختلفة اللي مثلا بزير وإله بواحد غلط يكونوا موجودين جو Greeting gera ما إحنا لسه أقلين يا مستر ما ينفعش نكون جوه نفس Augівtal عشان كده لأن إسه هتكون مختلفة يبقى إحنا نكون موجودين جوه نفس السابليبل بس نكون موجودين في ايه؟ في Orbitalz مختلفة اللي هي الإجابة ايه السؤال اللي بعده بيقول لي عندي اتنين الكترون جوا نفس السبليفل انا دلوقتي نفس الرسمة اللي فاتت هي هي اتنين الكترون جوا نفس السبليفل بس الام اس بتاعتهم مالها برضو زا سيم نفس الام اس يبقى معناك يا مستر لازم يكون واحد هنا وواحد هنا حلو ما ينفعش يا مستر يكونوا موجودين في نفس الاربتر لازم يختلفوا في ايه لازم يختلفوا في الان يا مستر ما انت لو بتتكلم ان ده نفس السبليفل فانا مثلا يبقى انا تو بي فانا تو بي احنا هيكون عندنا نفس الان مش هنكون مختلفين في الان اصلا هنكون مختلفين في الال يا مستر احنا جوا نفس السبليفل ما ينفعش نكون مختلفين في الال ما هو طالما احنا جوا نفس السبليفل طالما احنا الاتنين عندنا نفس الال يبقى نفس الان يا مستر تمام نكون مختلفين في الام ال قال لي استنى كده يعني ايه مختلفين في نفس الML يعني نكون موجودين في embroidery مختلفة مش السؤال اللي قبله كنا بنقول نفس المختلفة يعني نفس ال L بس mL مختلفة يبقى عشان نكون جوة نفس بنفس ال S اللازم انا وانت نكون في orbitals مختلفة ف SoundL مختلفة دي معناها ان م L zero و Nygative one يبقى لازم نختلف في الم L بEs طب لازم نختلف في ال L والمل مهوا كده مستر احنا بيبقى نزل سيم ساب ليبل. مش سيم ساب ليبل. وبرضو ان مش سيم ساب ليبل. يبقى الوحيدة اللي تنفع هامستر هي الام ايل. نبدأ بعد كده حبايا يبقى البي في الاسئلة الاسي. بيقول لي عندك الابزت فيجر ده. ارسم لي عليه الشابس بتاعت الساب ليبل اللي موجودة في الان تو. ان تو. مين الساب ليبلز اللي في الان تو يا مستر. في تاني انرجي ليبل ادي التاني. عدد الساب ليبل بيساوي رقمي. يبقى هما اتنين. يبقى اس وبي. بس تو اس و تو بي. عايز ارسم اشكال الساب ليبل بتاعنا في الديريكشن. فاول حاجة مستر انا وانت اخدناها ان الاس بيكون شكله على شكل سفير. فهيكون شكله بالمنظر ده حيلو. طب بالنسبة للبي. البي بيكون على شكل دمبل. بس ليه تلات احتمالات. يكون في اتجاه الاكس او الواي او الزد. فانا هرسم البي تلات مرات يا مستر. مرة هرسم البي في اتجاه الاكس. مرة تانية هرسم البي في اتجاه الواي. مرة تلتة هرسم البي بس في اتجاه الزد. فيبقى انا عندي ده بي اكس وده بي واي وده بي زد. اه دي اكس وزد وواي. اكس زد وواي. اكس زد وواي. يبقى انا لسا اتجاه لفتجاه الاكس والزد والواي. وطبعا ده اسمه تو بي اكس. تو بي واي وتو بي زد وده رسمة التو اس. انا كتب لك طبعا الحل انا هكتب معك اتنين بس. وبنفس الطريقة انت هتكرر. بيقول لي استعمل النالج بتاعتك عشان تكتب لي ست احتمالات الالكترون موجود في السري بي. فسري بي ده حضراتك مضطرة ارسمه. ارسم بقى من الاول كامل عشان انت هتطلع عينك هنا. سري بي بس جواه الكترون واحد. هنا نيجاتف وان زيرو بوسطف وان تمام? يبقى انا بتكلم على كام الكترون جوا السري بي? الكترون واحد. قال لي لا ما انت ما تعرفش الالكترون ده هو اول واحد ولا اخر واحد. يعني يعني انا مش عارف. فما تكتبش السري بي وان. انا بقول لك ان الكترون. ما قلتش الفيرس. ما قلتش السكند. ما قلتش السيرد. فانا وانت هنبدأ نعتبر ان الالكترون ده هيعدي على الست مراحل اللي انت بتفكر فيهم. ان انا هشتغل على الالكترون ده وهو الفيرست الالكترون. وهشتغل عليه وهو السكند وهو التاني. وهشتغل عليه. ولو هو احتمالي يكون التالت. واحتمالي يكون الفورس. واحتمالي يكون الفيفس. واحتمال ان الالكترون ده يكون السكسز الالكترون او الالكترون السادس. فهم دول الست احتمالات. انا هشتغل على الفيرست يا عمو اشتغل على الرابع. حلو. فلو الالكترون اللي داخل ده هو الالكترون الاول فهجيب له ان ال ال وام اس. الان بكام طالما انت في التالت يبقى سريبي ال ال بتاعت ال بي بواحد. الام اللي انا في بصص لفوق يبقى انا هكون كده انا اشتغلت على الفرس. تعال اجيب لك الفورس. هروح اجيب الفورس يا مستر يبقى هو الالكترون الرابع يبقى عندي واحد اتنين تلاتة وهو الالكترون رقم اربع لا انت مش هتشوف وهو الالكترون رقم اربعه. حلو. تعال بقى هاتلي الان والال والام ال والام اس بتاعت الرابع. فالان برضو هتكون بسري والال برضو هتكون بوان عشان احنا جوا نفس فالان والال مش هتختلف. الام ال طلعت برضو صدفاتا في انما الام اس هتكون بنيجاتف ها. يعني ما اعمل لك واحدة كمان. هشتغل على السادس. انا كده راسم اربعة ادي كده خمسة نغير اللون وادي كده السادس. تمام? يبقى انا هجيب الكوانتم نومبرز بتاعت ده ان ال ال ام ال وام اس. الان والال مش هتختلف سري وواحد. الام ال ال هنا انا في البوسط فون وبصص لتحت يبقى نيجاتف هاو. اشتغل بقى انت عليه وهو التاني وهو التالت وهو الخامس. يبقى انا كده اجبت لك تلاتة وانت هتجيب تلاتة. السؤال اللي بعد كده. هنا احنا. هنا هو. according to pauli exclusion principle. there are no two electron in the same atom can have the same four quantum numbers. what are the similarity between the possibilities of the quantum number of the two electrons found in the orbital of two p sub level and what زي ماي mere different. بيقول لك انت دلوقتي لما يكون عندك اتنين اليكترون جوه ال two p. وارد ان هما يتشبهوا فييه وارد ان هما يختلفوا فييه. تعالى نرسم عشان نشوف هما هيتشبهوا فييه وهيختلفوا فييه. مستر طالما الاثنين اليكترونج جوه ال two بي يعني ايما يكون مكانهم معنديش مشكلة. كده كده هيكونوا متشابهين في ال N وال L. عشان احنا جوه ال two بي. فكده كده لإنه هتكون بتو والقل هتكون بكام بوان. يبقى أنا عرفت يا مستر أول حاجة السيميلاريتي. يبقى السيميلاريتي اللي هو بيدور عليها أكيد أكيد هيبقى نفس البرينسبال كوانتوم نمبر ونفس السبس دايري كوانتوم نمبر. اللي اتنين لازم هيكونوا متشابهين. طب الاختلاف الاختلاف زي ما المستر راسم ممكن الالكترون ده يبقى في الاربيتال اللي هنا والالكترون ده يكون في الاربيتال اللي هنا يبقى وارد ان هما يختلفوا في الامل. بس يا مستر مش بس كده. ده أنا ممكن يكون عندي الالكترون الرابع. يبقى يكني بقارن الرابع مثلا مع التاني فالتاني هو ده يعني تعالى كده واحدة واحدة عشان ايه نكتبهم واحدة عشان تبقى فاهم. ده الاول ده الفرس تاوي وده السكند وده السيرد وده هو الفورس. فأنا هكارن اتنين الالكترون هو بيقول لي محددش هما مين. فأنا هكارن الالكترون التاني بالرابع. التاني موجود في مل بزيرو. بس ده فاختلفوا في الامل. تعالى بص على الامس. الامس هنا بصط يبقى يا مستر. انا وانت اكيد. اكيد هنتشابه في الام في الان والل. وانا وانت اكيد هنختلف في الامل او الامس. واحدة من الاتنين هتكون مختلفة. يعني احنا لو جوا نفس الاربتال هنكون عندنا نفس الامل. بس الامس مختلفة. يبقى الاكيد التشابه انو ال. الحاجات اللي وارد تكون مختلفة هي الامل والامس. بريفاي باولي اكسكلوجن. برينسبت باولي برضو ها. اوعى تنسى. باولي ده بتاع الاختلافات. اوفزا تو الكترون اوفزا لاست اوربيتال اوف كولورايد اين عايزي تكلم على الكولورايد اين. مش ااتم. سي ال نيجاتف. نيجاتف دي معناها جين. وطالاهم انا مش حاطت رقم يبقى جين وان. اكني زودت واحد. فالميستر بيقولك زودهم على طول اكنك بتوزع 18. فالكولورايد اين اكني هوزع كام يا ميستر 18. يلا بينا. 1 is 2. 2 is 2. 2 b6. 3 is 2. و3 b6. دول 18. بيقولك اتكلم معايا. اتكلم معايا. على الاتنين الكترون اللي موجودين في last orbitals عند الراجل ده. فالlast orbital يكون موجود فين؟ في last sub level. فانت محتاج ترسم السub levels بتاعتنا اهي. احكي لي بقى على الاتنين الكترون اللي موجودين في اخر orbital اللي هما هنا. يبقى انا عندي ادي اول واحد. التاني التالت. الرابع الخامس السادس. ادي الستة الكترون اللي موجودين جوا التو بي. عايز يتكلم على الكونتوم نمبر بتاعت اخر orbital. اخر orbital اللي هو الاخر ده الاول التاني التالت اللي هو هنا. بيقولك اثبتلي ان باولي بيتكلم صح من خلال اللي اتنين الكترونز دول. هو باولي بيقول اي? بيقول ان بتاعت اي اتنين الكترون مستحيل تتشابه. فانت كل اللي عليك هتجيب اللي اتنين كوانتوم نمبرز بتعراج او اللي اربعة بتوعي اللي اتنين دول هتلاقيهم مش متشابهين. ابدأ ده negative one وده zero وده positive one. خلاص بقى اجدعان بقى احنا بنتكلم في اخر الفيديو كده كده طالما جوا نفس الأوربيتال يا مستر. فاهق. طالما جوا نفس الأوربيتال اخر بالك مش نفس الساب ليبل. انا وسعتها شوي. لو نفس الساب ليبل يبقى عندنا نفس الان والل. بس لو نفس الأوربيتال هيبقى عندنا نفس الIM L ونفس الـ L ونفس الـ N يعني إحنا لو جوه نفس الـайте هنكون متشابهين في تلاتة أكيد إن الـ N هنا بـ 2 والـ L بـ 1 والـ ML هنا بـ 1 ونفس القصة النحية الثانية يعني لو هتأخذ بالك الراجل ده اللي جانبه هنا هو هيكون بـ 2 والـ L بـ 1 والـ ML بـ 1 بس واحد فوق واحد تحت يبقى بـ 1 وهنا negative وهنا negative كده انا اثبت له ان باولي بيتكلم صحة مستر وجبت له الراجل بيقول لي عايز يتكلم على باولي وعلى هونس نبدأ بباولي ونبدأ بهونس بعده هونس نشوف هنا باولي اتطبق ولا ما اتطبقش وهونس اتطبق ولا ما اتطبقش ابدأ باولي مستر طالما احنا جوا نفس الاربيتال اللي اتنين الكترون دول يبقى نفس الامل ونفس الال ونفس الان فالمفروض نختلف الاملس واحد لفوق واحد لتحت الاتنين بصين لفوق يعني معنى كده ان باولي ما اتطبقش طب بالنسبة الهونس هنا مستر عملية البييرنج بدأت والاربيتالز فيه اوربيتالز فاضية ولا بعده لما كله اتملق بعده لما كله اتملق يبقى هونس اتطبق يبقى باولي ما اتطبقش ليه باولي ما تطبقش اللي هنا هيكون عندهم نفس بس في حالة هونس لا يا مستر هونس تطبق هنا عشان ما حصلش وفيه أوربتال فاضي البيرنج بدأ وما فيش ولا أوربتال فاضي تعال بص هنا هل باولي هنا تطبق تعال نبص أنا عندي اتنين إلكترونز في نفس الأوربتال يبقى عندهم نفس ال ال والم ال والن وواحد فوق واحد تحت يبقى الام اس اختلفت يبقى دول مختلفين في كل حاجة وكده كده لما قارن دول ببعض فهم أوربتالز مختلفة يبقى م ال مختلفة يبقى ما فيش هنا أي إلكترونز هتكون متشابهة في الفور كوانتم نمبر يبقى باولي تطبق وليه باولي تطبق متأكد أيه موجودين في أوربتالز مختلفة يبقى م ال مختلفة طب اللي جوه نفس الأوربتال هيبقى عندهم المس مختلفة عشان واحد لفوق واحد لتحت طب بالنسبة لهونس هل هونس تطبق يا مستر ما هو ما فيش عملية بدأت غير لما كل الأوربتالز يبقى باورده هونس تطبق آخر إلكترون موجود عندنا موجود في المنظر ده بالكوانتم نمبرز دي هل أعرف أحول الكوانتم نمبر طبعا طب إزاي يا مستر أول حاجة بعرف الساب ليفل بتاعي من الإل فالإل بواحد يبقى أنا بتكلم على بي وبشوف الإل بكام بتو يبقى الرقم اللي قابلي تو يبقى أنا تو بي طيب بعد كده برسم على طول يعني أنا بقى مجاة رسم البي اللي هو بتلاتة وأحط الإم اللي وزيره وبوستف وان حبيب قل وأشوف الراجل ده بيقول الإلكترون موجود فين الإلكترون موجود في الإم اللي بوستف وان يبقى الإلكترون بتاعنا مش هنا مش هنا مش هنا الإلكترون بتاعنا هنا وبيقولي إن الإم إس بتاعته بوست في هاب يعني الإلكترون ده بصص لفوق يبقى الإلكترون بتاعنا موجود في آخر أوربيتال وبصص لفوق أنت طالما حطيت هنا إلكترون وبصص لفوق يبقى لازم ده كان فيه إلكترون وده كمان كان فيه إلكترون يبقى ده يبقى فيه يا مستر وده يبقى فيه إلكترون حلو يبقى إحنا عندنا هنا يا مستر المفروض إن البي بتاعتنا تطلع بكام تطلع بسريق وخب بالك إن ده اللاست إلكترون ده آخر واحد يعني موجود قبله اتنين بس ما حدش يقول لي طب ما هو يا مستر لو فيه حد هنا وحد هنا يبقى برضو الراجل ده بكام يبقى الراجل ده يا مستر ببوست بهاب قلت له جدع بس مين كده اللاست كده إنت عندك واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة يبقى الخامس هو آخر واحد آخر واحد ده طلع فين بصص لتحت يبقى لازم الأخير يبقى الراجل المحترم اللي هنا يبقى ده كده غلط وده كده غلط يبقى أنا حطيت آخر إلكترون في البوست وان وحطيته بصص لفوق تمام كده أنا بحل صح بس طالما فيه هنا إلكترون يبقى لازم فيه قبله اتنين إلكترون وبصين لفوق طب ما ينفعش يكون فيه ناس بصل تحت لو ناس بصلت تحت يبقى أنا عديته جميل يبقى البي بس ري وهي تو بي س ري ابدأ من الأول يا مستر وان اس تو تو اس تو تو بي س ري يبقى معنى كده يا مستر إن أنا بتكلم على الاتوميك نمبر بتاعه بسبن سؤالي بعده بيقولي what is the maximum number of electrons in an atom which the last electron has the two quantum number كذا أنا عايز أتكلم على آخر إلكترون هيبقى عنده two quantum numbers بتوعه كده الان بس ري والم اس بوسط بهاو ان بس ري يبقى ده تالة انرجي مستر فيه مشكلة كبيرة جدا هنا إن انت مش محدد أنهي قلت له جدا صح بس أنا محدد إن أنا عايز maximum number يعني ماكسما أقصى عدد من الإلكترون فالإنرجي لفل التالت جواه ثلاثة ساب لفل S و B و D هو أنا لما أملى ال S كله واروح أملى ال B كله واروح أملى ال D مش كده أنا بوصل لماكسما من نمبر مع عشان أنا أملى ال S هملا ب2 واتنقل روح أملى مين أملى ال B فمعنى كده إن ال B أخد 6 وهروح دلوقتي واملى مين واملى ال D يبقى يا مستر لو أنت عايز الماكسما من نمبره في إلكترون حاول تملق كل الساب لفل اللي عندك فأنا مالية ال S ومالية ال B وهبدأ أحقق الشرط التاني عند مين عند ال D يبقى أنا هتكلم دلوقتي مع السري دي حلو تعال نرسم السري دي أهو يبقى أنا هرسم مين دلوقتي سري دي 1 2 3 4 5 أنا عايز الماكسما أنا بحاول من الأرقام دي أوصل للإيه للماكسما بيقول لي الإلكترون بتاعك M S بصت في هاب بصت في هاب يبقى بصص لفوق أوصل لماكسما عدد الإلكترون اللي ممكن تبص فوق فأنا ممكن يبقى عندي هنا واحد بصص لفوق كفاية يا مستر يابني أوصل للماكسما ما أنا ممكن أحط جنبه واحد بصص لفوق واحد كمان بصص لفوق واحد كمان بصص لفوق واحد كمان بصص لفوق يبقى آخر إلكترون عندك يقدر يكون بصص لفوق هو الإلكترون الخامس طب السادس يبص لتحت السابع لتحت الثامن لحد العشر لتحت يعني معنى كده إن أقصى عدد قدرت أوصله إن دي يكون فيها كم؟ خمس طب ليه يا مستر ما عملتش الحوار ده مع السري بي ما هي السري بي لإن بتاعتها بالسري ولو رحت رسمت السري بي هرسمها كده واوصل إن مس تكون بوست في هاب فاوصل إن تبقى سري بي كم؟ سري بي سري قلت له صح أنت كده حققت فعلا الشرط بس ما حققتش الماكسموم نمبر أنا في الطريقة اللي بقى حل بيها معاك دلوقتي عملت إيه؟ اديت الاس الماكسموم اللي هما تنين اديت البي الماكسموم اللي هما ستة وروحت حقق الشرط مع الدي اللي هو بكام اديته خمسة فكده يا مستر أنا وصلت إن عدد الإلكترون في التالت يبقى تنين وستة وخمسة يبقى كده مستر تلاتاشر إلكترون لو إنت عايز تشتغل زي ما إنت عايز إن إنت عايز تحقق الشرط عند البي فتو سري فمعنى كده إن إنت عندك كام؟ خمسة يبقى أنا مستر بحاول أوصل للماكسموم في هات أقصى ساب ليبل مين؟ آخر واحد تحت اللي هو الدي فأنا عايز أوصل لسري دي فايف بقى في الإلكترونيك كونفجريشن فأنت هتمشي بقى من الأول هتلاقى إن عدد الإلكترون الماكسموم اللي تقدر تحصل عليه هنا هو خمسة وعشرين يبقى أنا هاقتله الشرط عشان الشرط عايم فأنا دخلت عم عان جميل طب تعال ناحية التاني الان بفور وامل بوستف سري إنت مش محدد أني ساب ليبل يعني لأ أنا كده محدد أني ساب ليبل عشان مفيش غير ساب ليبل واحد بس اللي بيكون عنده الامل ببوستف سري مين يا مستر؟ مل ببوستف سري يبقى معنى كده يا مستر إن الإل بتاعتنا وارد تكون بزيرو ولا بون ولا بتو ولا بسري معانا مع Hagman 걱정 لو الامل بزيرو فالامل زيرو لو الال بواحد يبقى من نيجاتيف بون زيرو بواستف وان يبقى ده مرفوض وده مرفوض طب الإل بتاني يبقى نيجاتف طول حد بوستف طول طب دي يا مستر بوستف سري يبقى ده مرفوض طب لو الإل بالسري يبقى نيجاتف سري البوست في سري يبقى الام ال ما بتكونش ببوست في سري غلما تكون الال بالسري مين الال بالسري ده؟ الاف يبقى مستر انت هنا بتتكلم على مين؟ على الفور اف حلو عايز اقصى عدد للالكترون يكون موجود ويكون عنده مال بوست في سري واخر الالكترون يبقى ارسم الاف يا مستر انا خلاص عرفت ان انا بتكلم على الفور اف نعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة حلو ابدأ بقى نيجاتف سري نيجاتف تو نيجاتف وان زيرو بوستف وان بوستف تو بوستف سري حبيب علمي انا بقولك ان اخر الالكترون تحطه في البوستف سري حددت هو بص لفوق ولا لتحت لأ فانا هبدأ احط الالكترون لحده ما وصل للبوستف سري كده اخر الالكترون الام اللي بتاعته بوستف سري جدع جدع صح بس هل ينفع تزود تاني وتكون الام اللي بوستف سري ايوة مستر ممكن أحط 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 والإلكترون اللي 14 اللي هو الأخير برضو الـ M-L-3 بس الـ M-S negative half أنا ما طالبتش يعني طالما أنا ما حطت لكش إن الـ M-S-B-half أو negative half يبقى وصل للمكسموم أنا هنا مش مع أي يدك خلاص يبقى أنا مستر هبقى فور F كام فور F 14 اتمشى بقى فلما تيجي تتمشى 1 is 2, 2 is 2 2 B6, 3 is 2 3 B6, 4 is 2 3 D10 4 B6, 5 is 2 4 D10 يا مستر رايح فين؟ لسه بدري 5 B6 بعد كده نكمل معي حبيب قلبي 6 S2 4 F 14 يا مستر أخيرا لما تعد الإلكترونز اللي موجودة هنا هيتلاعوا معاك 70 إلكترون بس هتلاقيني كاتبلك في الموضل أنصر إن هما 71 إلكترون ليه مستر واحد وسبعين إلكترون؟ قال لي لما الـ F بيكون كومبليتلي فيلد قبل لما بامله بعمل حركة غريبة جدا بروح حط في الـ D اللي هو الـ 5 D إلكترون استنى مستر إحنا المفروض بنملى فور F 14 الأول بعد كده بنملى الـ 5 D جدا جدا أنت بتتكلم صح؟ طب ما الحوار ده بيحصل؟ ليه قال لي الحوار ده exception وهنشرحه في المحاضرة اللي جاية إن إحنا في بعض الحالات وإحنا بنملى الـ F وهو الـ F في النص يعني F 7 تلاقينا حطيني الـ D بواحد طب هو الـ D بواحد ده فيديته بيحقق زي اسرق يا مستر كاب الزبط فإحنا لما بنخلي إن الـ D اللي بعد الـ F قبل لما نملى بنملى الـ D يعني قبل لما املى الـ F اللي هو في 14 بروح أدي إلكترون للـ D يبقى 5 D1 واروح أملى الـ F في 14 فبالتالي عدد الإلكترونز هنا هم واحد وسبعين من السبعين بسبب إن أنا بحط 5 D1 تمام؟ إيه بتحصل مع أغلب الناس اللي بيكون فيها F سواء 4 F أو 5 F فأنت قبل لما بتملى الـ F بتلاقي نفسك بتحط إيه؟ إلكترون في الـ D سواء 5 D أو 6 D ماشي يبقى واحد وسبعين إلكترون يا مستر آخر سؤال عندنا بيقول لي برضو دي قصة لازم أكتب إلكترونيك كونفيجريشن عشان أقرف 1 S2 2 B6 3 S2 3 B6 4 S2 كده عشرين 3 D2 الـ VALENC إلكترون بيكون موجودة فين؟ في آخر سبليبل الـ D بس كده مستر لازم يبقى الـ D والـ S اللي قبله يبقى الـ VALENC إلكترونز اللي عندنا هم أربعة VALENC إلكترونز مفروض تكتب أربعة كوانتم نمبر أنا هرسم وحضراتك تبقى تملاهم أو تبقى تكتب الكوانتم نمبرز بتاعتهم فأنا كتبت لك آدي الـ D رسمته عشان أجيب بقى كله اللي هو الـ 3 D2 عندي اتنين إلكترونز هنا نيجاتف تو نيجاتف وون زيرو وحنا زيرو عايز الـ N والـ L والـ M L والـ M S بتاعت دا وده دول هيكونوا متشابهين في الـ N والـ L والـ M L عشان نفس الأوربيتر بس الـ M S مختلف دول هيبقى عندهم نفس الـ N والـ L إن هما سري و2 هيكون عندهم نفس الـ M S بس هايكونوا مختلفين في الـ M L نيجاتف تو ونيجاتف وون وبكده نكون خلصنا من أطول الـ Homework اللي موجود عندنا النهاردة اللي هما 43 سؤال زاكر كويس ركز في الأسئلة بتاعت الـ Homework عشان الإجزام بتاعنا الإجزام بيكون موجود عندنا على الويب سايت لو عايز تنتحن الإجزام ادخل وسجل معنا على الويب سايت شوفوا شكرا على خير يا شباب باي باي